طيب تاخذ المايك ونسمعك. طيب اترك لك المايك ونسمعك ان شاء الله. شكرا حبيبنا شكرا. تحياتنا لك ابو عبدالله. ان شاء الله تكون بخير. طمن عليك. عساك بخير. ياهل ابيك. لا يا رجل ما راح نكلمك على الصيام. راح نكلمك عن الفطور هلا يمات. شو رأيك. مبالع تكلمنا عن الصيام اليوم نتكلم عن الفطور. ماشي الحال. لا ولا كنت بدي يفتح موضوع مع ازا حدا حابب يفتح. اه هل المسيحية اه رفضت رسل اه بعد السيد المسيح ام قبلت رسل بعد السيد المسيح. يعني هل هناك في مشكلة في ان تقبل. هل الكثير من الصوت تحريب? ما لم يصبوا تحريف عزيزي. شو معنى كلمة التحريف يا الطاير? شو هو التحريف يا رجل شو التحريف. شهود تحريف. مرز بده اعرف. يعني لما بتقول الكتاب المقدس محرف. اه عليك شوف. لما بتقول التهمة. انو الكتاب مقدس محرف. عليك اتجي بالدليل. اه لماذا حرف. لماذا حرف؟ من المحرف? ولي صالح من حرف? فهمتك على كيف. مش خلاص المهم نقول انه خلاص حرف هل يحرف شو استفاد من التحريف وشهو اللي حرفه طالما لغاية اليوم الاخوة المسلمين بيمسكوا علينا كلام بالكتاب المقدس وهذه الحياة الابدية لعرفونك انك لاهي الحقيقة وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته هنا هذا اخوة نص الاخوة المسلمين بيمسكوا على المسيحيين انه شوف هذا نص بيعترف على انه سيد المسيح هو رسول طيب احنا لونا محرفين للكتاب المقدس كنشل نها النص هذا طالما انه هذا النص منشوفه دليل ساطع على انه سيد المسيح هو رسول كنشل نها النص هذا اذا كنا في تحريف اعطيني شيء تحرف بالكتاب المقدس اذا عندك دليل يا طير كلام بدون دليل يعني يعتبر ما له قيمة فطالما انك حابب تتكلم عندك مقطين يا بتحب تتكلم في التحريف الكتاب المقدس يا اما هل المسيحية رفضت ان يأتي رسول بعد السيد المسيح ام قابلة ترسل بعد السيد المسيح فالمسيحية لم يعني ما عنده مشكلة ليه بان يأتي رسول بعد السيد المسيح اختر البكية حابب تتكلم بالتحريف حابب تتكلم هل المسيحية منعت ام لم تمنعها المايك معاك. السلام عليكم ورحمة طوركات. اكيد الطير بيتفز على المايك. انا سيد سريم قلم حضرتك. كان من زمانك التعاوض اكلنا في الموضوع ده. فاكر انتم كانت راح تعمل الزلابية سبتين على المايك. فخلاص بقى انا اكيد لوقت ما عنداش حاجة تعملها يعني. مش تروح المطبخ يعني. نبتح الموضوعين. نبتح الموضوعين. نبتح الموضوعين. الموضوع الاولاني اه هو اسمة الكتاب. ليه بقى? على الصوت شوية. طيب ماشي. ايوة كده الصوت كويس? كده صوت تمام كده صح? كده اهم حاجة في المسيحية عسمة الكتاب المقدس. اهم من اي شيء. يعني بيكلم على قولية يسوع. بيجيب نصوص سواء اللي بي. سواء بيتكلم على نصوص على قولية يسوع او بتنقض قولية يسوع. سواء بتكلم على فداء وصلب. سواء بتكلم على اي شيء. الاساسي الاساسي في المسيحية هي الكتاب المقدس. لان ما ينفعش نقول اللي انت تجيب النصوص. انفوت انا اسألك مين الان للنص ده? النص ده اتحرف ولا ما اتحرفش? جي ازاي? فالاساس في المسيحية هي عسمة الكتاب ده. هل الكتاب ده حرف او لم يحرف? تمام? ناخد الاول عسمة هذا الكتاب يعني ايه من اللي كتبه? جلنا ازاي? ايه طبعا انت قلت لي هات قدل التحريف. اجيب لك قدل التحريف. تمام? طيب. انت بتقول لي ايه هات لي معايا اس استراليام? معايا اس استراليام? تمام. انت بتقول لي ايه هات امثلة. هات الامثلة كتير جدا. الامثلة عالتحريف كتير جدا. ازاي? طيب ايه احرف ازاي? يعني ايه اللي خلاني مسلا كمسلم احكم ان الكتاب القدس محرف? انا مليش ان احكم على الكتاب. انا مش هفتح بالكتاب. لا ده كتاب ده محرف. شيله. لا. ده علماء النقد النصي هم اللي حاكموا عالكتاب. حاكموا عالكتاب بالتحريف. طيب عام عبدالله خمس دايق بس خمس دايق بس. اتكلم وانا سامعك. تمام? خمس دايق بس. السلام عليكم. طيب اخونا الحبيب. السلام عليكم. طيب السادة كرالي احنا عايز المايك بتعلق. طبعي نقتنا الملكة يعني انا اول مرة اشوفها بالروم. طمعها يعني ما انا اعرفها حقصيا. لكنها اكت نصلب ايج. اه تفضل السادة كرالي معاك لما اتفضل. شكرا حبيبي الشعب شكرا. طيب 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 لما الطير بعد شوية خلينا بشامان نرجع عادي نكرر الكلام اذا اذا عم بسمع او غير اذا مش عم بسمع مش عمنا نرجع نعيد الكلام ونكرر الكلام. فانتظر شوية عبك ما يرجع. ويكمل مدخلته. وبعدين ننشوف ندخل لعصمة الكتاب المقدس. ففاصل ونواصل. خبرني عنك يا عبدالله. شوف صايم اليوم وفي ذلك الانبياء وفي تلك الايام حضر الانبياء من روشلي طيب طيب مثل ما أقول لك عزيزي الكتاب المقدس أو المسيحية لم تمانع بمجيء رسول بعد السيد المسيح يعني بولس الرسول هو رسول أتى بعد السيد المسيح وظهر له السيد المسيح المشكلة عزيزي النبي والرسول اللي بيأتي بعد السيد يجب أن يتكلم باسم السيد المسيح ويتكلم عن السيد المسيح ولكن يأتي بتعليم وبيأتي بأقوال يخالف ما أتى به السيد المسيح فهو لا نقبله فالكتاب المقدس واضح والسيد المسيح قال لك امتحنوا الأرواح هل هي من عند الله أم ليست من عند الله لأن هناك أنبياء كذبة كثيرون أنه سيكونون في العالم لازم يعترف أن الله طيب السيد لازم يعترف بالسيد المسيح بداية ومن ثم يعترف طالما اعترف بالسيد المسيح من ثم لما تتعرف على السيد المسيح تلقيا أنت تعرف أنه وليد طيب فهنا عزيزي المشكلة لما بيجينا رسول جديد ورسول بتعليم تختلف عن السيد المسيح وشريعة جديدة كيف بنا نؤمل فيه وكيف بنا نتبعه طالما هذا الشخص اللي أتى النقد اللي قبل منه فكيف جيت الطير طيب ماشي الحال بود المايك كمل مدخلتك حبيبي حاول تركز بكلامك وحاول لا تتشعب بالأمور وحاولت نقطة نقطة مش هنوصل لنتيجين تفهمت على كيف فما نتشعب بالأمور خلينا في step by step أحسن ما نفتح الموضوع كاملا وبعدين ننسير فيه عندنا مشكلة في تغطية كل النقاط اللي حنا نتكلم فيها اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو دي صوت أنا مش عامل مدخلة أنا مش عامل مدخلة أنا مش عامل مدخلة أنا مش عامل مدخلة أنا بتحاور معك موضوع دي أنا طرحته عسمة الكتاب الموضوع اللي أنت طرحته هل المسيحية تقبل بوجود رسول بعد المسيح? اه ما انا بقول له برضو اللي انت بتقول ده انجلك فعلا ما قالش كده. او قال كده. يعني ايه? انت ممكن تجمي الاتنين. انا عندك اقول ايه? انه سيكون مسحق كذبة وانبياء كذبة. يعطون ايات عجيبة وعجائب. حتى يدل لو امكان المختارين منكم. لا ده فيه نص تاني بس مش عقد اطلع عن موضوع الاساسي. سيب الموضوع ده بس عشان ايه? اه فيه اخت برضو كده اه ضفها هنا مسيحية ما تتضيقش من الحوار دلوقتي. يعني خلينا بس ايه? سيب الموضوع دلوقتي. خلينا في الاول عرف سمت الكتاب. هو كان فيه نص اه اه مسحق كذبة خرجوا الى العالم فامتحوهم. فامتحنوهم. معنى الكلام ان ايه? معنى الكلام ان اه احنا ايك مش مسحية? معطرد على كلامه? مش انت معطرد على كلامه? اللي هو بيقول ان فيه رسول هيجي بعد المسيح? مش انت معطرد على الكلام ده? وانت معطرد على ايه? فخلينا اتكلم احسن على قسمة الكتاب. بعد كده ان نتكلم على اي موضوع انت عاوزه. اقول له حدارك الى حد. اقول له حدارك الى حد. اللي بص للانجيل او الكتاب المقدس ممكن ياخد اي طريق عاوزه. ياخد اي طريق عاوزه. بمعنى ايه? ان المسيح اله تستنتج ان المسيح اله هجيبش النصوص. لو عاوزه تزبتي ان المسيح رسولي من العام لله هتلاقي نصوص. لو عاوزه تزبتي ان المسيح بشر بنبيه بنبيه القدم هتلاقي نصوص. كل اللي انت عاوزه هتلاقيه بنصوص. تمام? ما في حاجة سابتة. حتى بباب التحرم والتحليل. يعني عاوزه تقول الخمر حلال هتلاقي الخمر حلال. عاوزه تقول الخمر حرام هتلاقي الخمر حرام. لا ده كده موجود. كله بدليل. كله بدليل. ختان حلال هتلاقي الختان حلال. عاوزه تقول الختان حرام هتلاقي الختان حرام. عاوزه تقولي ايه? امور كتير امور كتير. الكذب اعاوز اقول الكذب حرام? لا برود عليها بس. انا برج 그래도 عليا بس برود عليها بس. طيب خلناها بس في الموضوعنا? خلناها بس في الموضوعنا? انا يعني ايه? مش عاوزين ان المواضيع validate شعب معي الموضوع اللي انا اخترته? عسمة الكتاب المقدس وده اهم هاي. عسمة هزا الكتاب. انا بقول لحضرتك دينك قائم على المخطوطات مسيحيتك قائمة على المخطوطات ما فيش مخطوطات ما فيش مسيحية يعني ايه في فاصل زمني في فاصل زمني بين آآ تلاميذ يسوع المفترض وما كتب والاناجيل وبين اقدم المخطوطات يعني الكتاب مش معصوم الخطأ الكتاب المكدس مش معصوم الخطأ في اخطاء في اضافات تمت على مدارة الاصور ما ده اللي انا بقوله وده اللي الكتاب المكدس بيقوله وكان مشاهد طيب فيه آآ فاصل زمني بين اقدم اقدم المخطوطات آآ فيه اضافات آآ فيه اضافات فيه نصوص كاملة مضافة فيه اسحات كاملة مضاملة مضافة آآ آآ طيب ما فيش مشكلة طب حضرت بس استراليا بكامل بس فكريتي وبعدين ايه رد علي الكلام اللي بقوله هو رد علي فيه ان اقدم المخطوطات تلتمية خمسة وعشرين يتخد منها نص المخطوطة السنائية تلتمية خمسة وعشرين. المفترض اخر آآ على الكلام ان اقدم انا اجري كتبت او اخر انجلي كتب سنة مية ميلادي. يعني فيه فرق بين آآ من مية تلتمية خمسة وعشرين يعني تقريبا متين خمسة وعشرين سنة فرق. المتين خمسة وعشرين سنة فرق دولت. يعني حصل هناك انقطاع. ميتين خمسة وعشرين سنة انقطاع بين الاصل وبين اللي احنا الاناة. واللي احنا الاناة مترجم. ولغة مختلفة عن الكتاب الاصليين. المفترض ان الكتاب الاصليين اللي هما آآ حسب التقريب بيتقال عليهم. وطبعا غير صحيح. انهم تلاميذ المسيح. اللي هما كتبوا بالآرامي. كتبوا باللغة اهل فلسطين اللي هي اللغة الآرامية. اقدم المخطوطات اللي موجودة باللغة اليونانية. من اللي ترجم محد شعف. الفصل الزمن ده. جيه ازاي? ايطار المخطوط السينائية او الفتاكانية او السكندرية. نيلت من مية. من اللي اكتبها اصلا? محد شعف. زيان عندك في فاصل زمني. بين الاناجيل المفترض ان الكتب بعد يسوع بمية سنة. او المفروض. وكلام ده غير صحيح. ان التلاميذ كتبوها? لأ في فاصل زمني بعيد. لذلك طيب. طب يمكن تقول ما فيش مشكلة. ايه يعني المشكلة ما انا ايه ايه اللي خلاك تثبت? ايه اللي خلاك تثبت? اكمل بس فكريتي واخذ انت عاوز ايه. ايه اللي خلاك تقول مطاد ديت محرفة? او ما تغيرتش? اللي خلانا اقول ان المخطوطات اللي لقوها الكتاب المقدس مختلفة. مفيش مخطوطين لبعض. يعني بارت ايرمر قال عدد الاختلافات بين المخطوطات اكثر من عدد كلمات العهد الجديد. تاني عدد الاختلافات في المخطوطات اكثر من عدد اختلافات العهد الجديد. فحصلت بقى مشكلة. حصلت مشكلة. الوقت المخطوط اللي عندنا مختلفة. واحنا عاوزين ناخد نص نتعبد به او ان نتبعه. يا ترى هناخد بالنص ده اللي في المخطوطة ديت او المخطوطة ديت. ده اللي عامل مشكلة. الاصل مفقود. والمخطوات اللي موجودة مختلفة. مع بعضها. تفضل معك الميت. واكمل حوار اه تفضل اخذ مداخلتك. ورد عليك الميت. شكرا يا الطير. عزيزي بدايتك ومداخلتك كانت يعني اه مع الاسف ضعيفة جدا وما ما استفدنا منها شي نهائيا. اه ركز معي عزيزي. انت بتتكلم عن عصمة الكتاب المقدس. وحضرتك اتهمتي الكتاب المقدس على انه هو محرف. ماشي الحال. انا طرحت عليك سؤال. ويجب عليك عندما تدعي. يجب ان تأتي في البينة. البينة شو هي? من المحرف? من الذي يحرف? من المستفيد من التحريف? ركز على هاته تلات نقاط. انا اليوم عندي كتاب محرف. مين اللي يحرفه? ومن المستفيد من تحريفه? وكيف حرف? هاته تلات نقاط. انت بتقول لي المخطوطات. حضرتك اه بشخص. فمت على كيف? بقول لك انه هناك فيه اختلافات في في المخطوطات. ولكن لم تعرف انه هو شو بيقصد بالاختلاف في المخطوطات. هل هو اختلاف في المخطوطات? ام هي اختلاف بالتعبير بالمخطوطات? حاول تركز. مشاهل لما واحد بيكتب تعرف شو هو بيكتب وشو هو بيعني. فمت على كيف? اليوم هذا الكتاب المقدس ليس منزل من السماء. هذه اول نقطة. هذا الكتاب المقدس في العهد القديم كتبوا اكثر من اربعين رسول. كتبوا ودونوا التاريخ برمته. من احداث. ومن حروب. ومن ملوك. ومن سلطين. ومن اه كوارث طبيعية. ومن اشياء حصلت في العهد القديم. ومن وصايا الهية. وصل اللي اتوا في العهد القديم قد دون هذا الكتاب. يعني اه جملة يعني رمت العهد القديم باكمله. فهمت على كيف? اليوم حضرت اقول لي هذا الكتاب محرف. طيب يا سيد العزيزي. هذا الكتاب المحرف. اشو حرفوا فيه? حرفوا انه كان في حرب بين اه العراق وسوريا. حرفوا انه كان في اه اه واحد قتل واحد. شو اللي حرفوه? مين المستفاد من التحريف وليش يتحرف? هذا اول سؤال. حبيبي الكتاب مقدس نظرتك ليلو اللي بتسوق على انه هذا هو محرف اخاطئ. انا سألتك سؤال وتقول لك ما زال مدام انه في تحريف وفي شطب نصوص. لماذا لم نشطب النصوص والكلام الموجود اللي يدين على بحسب نظرك انه السيد المسيح ورسول. ليش ما شلناه هذا الكلام? طالما انه فيه تحريف. ايش هو اللي شلناه? ايش هو اللي خلناه? فهمني. يعني انت بتقول لي فيه تحريف. طب شو اللي خلناه? وشو هو اللي شلناه? ما هذا النص والنصوص الكثيرة اللي بتشهد عنه سيد المسيح هو انسان وهو رسول وهو معلم وهو اه راعي صالح ما زال موجود في الكتاب المقدس. بالاجدر انه نشير هذا الكلام ونخلي الكلام اللي يثبت على انه سيد المسيح هو اله. هذا ان كنا نحرف. تالت شي يا سيد العزيزي. هذه النسخ اللي حضرتك عم تتكلم. هذه النسخ طابقت بعضها البعض. فهمت على كيف? واللي اكد عصمة الكتاب المقدس. العهد الجديد والعهد القديم. يعني انا والعهد القديم ثبتنا صحة بعضنا. بالدليل. لما بناخد عزيزي آآ نبوءة في العهد القديم وبيجي العهد الجديد يطبقها. وبحادفيرها. فهمت على كيف? يعني اذا تأخذ اي نبوءة في الثلاثمائة اربعمائة نبوءة اللي في العهد القديم على ما حصل مع السيد المسيح. وفي العهد اللي اتى في السيد المسيح تلاقيها هي مثل ما بعضها. اطابقت كلها مع بعضها. يعني العهد الجديد شهد للعهد القديم والعهد القديم شهد للعهد الجديد. ليش? لانه الك مع بعضه. والاحداث قد تداولت مع بعضها. كيف? تدريج في الاحداث. يعني في عنا اه بداية الكتاب المقدس اللي هو الكون والله خلق الكون وبعدين بلشنا ب بسرد الاحداث تدريجيا كيف الله خلق وآدم وحوة وكل هذه الامور. فهمت على كيف? فهنا هذا هو يأكد عصمة الكتاب المقدس. ما زال السؤال عندك عزيزي. شهود تحريف وكيف حرفنا? ومن المستفيد من التحريف ولماذا حرفنا? المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله. حتى منا على الصوت. اولا انا كانت عاوز اقول لحضرك اللي انا كلام اللي انا قلته صح ولا غلط? المقدمة اللي انا قلتها الاول. تقول الاول فيه غلط فيه كلامك? طيب انا قلت الوقت المقدمة في الاول. قل الغلط فين? تمام? قل الغلط فين? قبل ما يرد على سؤالك. لان بص انا مش هقول كلمة اللي ما يكون وثق منها. انا مش هقول كلمة ما يكون وثق منه. لو فيه حالة غلط قل ليا غلط. قل للحط اللي انت قلتها غلط. ماشي? عد لها الكلام تاني بيختصار بسرعة. اه فيه فرق كبير متين وخمسة وعشرين سنة. بين المفترض اللي هو سنة مية ميلادي. من اه اخر انجلي الكتب مية ميلادي. ومية ميلادي. هل هما تلاميذ المسيح او غير تلاميذ المسيح? حتى الاربعين كاتب اللي انت قلت عليهم مش معروفين. كل دي احتمالات. مفيش كاتب واحد بس معروف او نقدر نقول هو اللي كاتب الا واحد بس وهو برز. تمام? المخطوطات مختلفة. مفيش مخطوطين شكل بعد. خد المايك قل لي كلامك كذب. النوت دي غلط. النوت دي كذب بالطرقة دي. فضل معاك المايك. يا حبيبي احنا مش بمعركة. اقول لك انت كذب وانت صح. افهم علي. مش بطريقة تكذب وصح. انت خطأ او انت صح. هذا الافضل. مش كذب وانت كذب. فهمت عليك كيف? حاول تفهم اللي انت عم تقرأه. حضرتك متمسك. اوكي. حضرتك متمسك. بدي اشوف مين اللي كتب واعرف ابوه وامه او جده وخاله وعمه. بدي اعرف مين هو. يعني بترك المهم. بترك الشيء اللي مهم وبتمسك باشياء يعني قشور. فهمت عليك كيف? قلت لك العهد القديم قد شارك فيه اكتر من اربعين رسول. فهمت عليك كيف? بين المخطوطة عزيزي. هناك مخطوطات كثيرة للكتاب المقدس. هناك تعبير بالتعبير بالصيغة الانشائية اللي كتب فيها الكتاب المقدس تختلف من الى الصيغة الانشائية. يعني انا كتبت وانت كتبت. لما انا بعبر عن طريقة معينة وانت تعبر عن طريقة معينة هذا هو الاختلاف. ولا يتكلم عن اختلاف اه بالحادثة اللي هي احنا عم نكتب فيها. هو يتكلم عن التعبير في الانشائيات. ولا يتكلم عن حادثة انا انا ذكرت شي وانت ذكرت شي. او اذا اعطيك مثلا مثال انه انا عم بوصف لك بمدينة وهي المدينة على البحر وهي اه هي على الجبل. هذا هو اختلاف. ولكن تعبير بالانشائيات هذا ما في مشكلة. لما بتجي بتقول لي لا لا انا هذا ببدا تأكد مين ولي كاتبه. عزيزي الكتاب المقدس اثبت عصمته ما قلتلك ياها من خلال الكلام الموجود في الكتاب المقدس. من خلال النبوات التي حصلت في العهد القديم والعهد الجديد. اليوم انا عندي نبوة كاتبها شخص ما. تحققت بشخص سيد المسيح. انا بهمني ستتحقق هذه النبوة. مش فرآني معي مين اللي كتب هذا. فهمت على كيف. انا مش عم بلحب. تأكد مين اللي كتبها. حتى لو تأكد من اللي كتبها. ما بهمني طالما انه بهمني اه وجود هذه النبوة وقد تحققت. فانا عم بعطيك اكثر من ثلاثمئة نبوة تحققت في شخص سيد المسيح من العهد القديم ومن عهد الجديد. هذا يعطيك دلالة على انه الكتاب المقدس هو عصمته ما حدا اه عمل في شي. انت عملك بتدور على الكاتب اللي كتب. قلنا لك اللي كتب العهد القديم اربعين رسول اشتركوا فيه. واللي كتب العهد الجديد هم اربع رسل اللي هم اه اه متة ومرقص ولقى ويوحنا. هدول اللي كتبوا الكتاب المقدس. انا بهمني شو كتبه مش بهمني مين اللي كتب. افهم علي. انت عملك كتب وبتمسك وبتنهي فكرة على انك انت اه شو كتبه. انا عم بجالدك بشو كتبه. هل اللي كتبه هو محرف? اذا هو محرف عليك انت اللي مدعي عليك البينة. جب للدليل انه محرفه. المايك معاك. السلام عليكم ورحمة الله. ما غلطنيش في كلامي. تقلطنيش في الكلام اللي انا قلت. اما قلت لك كتاب مش معروف. الا بولوس بس. معظم كتاب الاربعين كاتب. بخلاف كمان العهد الجديد باستثناء بولوس ما في واحد نقدر نجزم ان هو كاتب الكلام. لذلك هل لك قلت مش مهم مين الكاتب اللي جايبه. المهم الكلام. هل لك قلت مش مهم مين الكاتب المهم الكلام. وعاوز دخلني. انا مش عاوز اخش في الكلام دلوقتي. انا دي كلها مراحل. انا الوقت بقول مين اللي كتب الكلام ده? والكلام ده جالي الاول جالي صحة ولا لا? بعد ما ثبت ان الكلام ده فعلا جالي. وفعلا ده مكتوب من التلميز يسوع. ابدأ بقى اناقش الكلام اللي جالي. حضرتك بتقول لي. ستواضح? هتمين على الصوت. حضرتك بتقول لي ان فيه نبوءات عن المسيح في العهد الجديد. العهد القديم. ها? تتواضح? اه تمام. فيه نبوءات عن المسيح في العهد القديم كم تحققها في العهد الجديد? انا بقول لحضرتك ولا نبوءة. تحققت مع يسوع. انا بقول لحضرتك يسوع نكرة في العهد القديم. غير موجود على الاطلاق. مش موجود اي ذكر للمسيح في العهد القديم على الاطلاق. وخلي الموضوع ده بعدين? انا بقول لك زي? مستعدة نقشف كل كلمة. المسيح نقرة في العهد القديم. اطلاقا. مش اي ذكر. بتضحك انا معك. تمام? انا معك. تمام? بس خلينا نبوءة في الاساس. هل انت موافقني ان كتاب العهد القديم والجديد معظمهم مجهول? يعني لو هناخد على سبيل المثال. لو هناخد على سبيل المثال. اصفر موسى الخامسة. اصفر موسى الخامسة مش اللي كاتبها موسى. اللي هي تعتبر افضل حاجة في الكتاب المقدس. اصفر موسى الخامسة. المفترض موس. بتاخد منه التشريع. اهم حاجة. مش موسى اللي كاتبها. وعند ادلة كتير. واقوال علماء كتير. من علماء مسيحيين. وادلة من كتاب نفسه. ان مش موسى اللي كاتبها. من اللي كاتبها? الله اعلم. ما حدش يعرف. المهم ما هوش موسى. وكسك على كده كل اصفر الكتاب المقدس. بيستثناء بولوس. ليه بولوس? يعني. يعني بولوس الوحيد. نقطة الاوانية. مين الكاتب الكلام ده? الاصفر دي مين اللي كاتبها? ده السؤال. وبعد كده جات لنا ازايش? اتفضل. الاصفر دي مين اللي كاتبها? اتفضل معاك الماي. طيب يا طير. هدي لعصابك شوي. شوف حبيبي. الكتاب المقدس انا اتقول لك كتبوا اكتر من اربعين كاتب في العهد القديم. وعيدة صياغة الكتاب المقدس العهد القديم واللي اعاد صياغة كتابته هو عزرة. اوكي? عزرة هو اللي اعاد صياغة كتاب المقدس. ماشي الحال? هلا اللي كتبوا كتبوا الاربعين كاتب. ولكن اعادة صياغة الكتاب المقدس على يد عزرة. العهد الجديد كتبه اربع كتاب اللي هو متة ولوقة وامرقص ويوحنة اللي ذكرتلك يهم. قلتلي لا 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 انا 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 قلتلك ان الاسماء م تهمنيش. عزيزي انا حاولت اتخطى لك النقطة هذه مش اضيت بيهمني او ما بيهمني. طالما الكتب موجودة امامي والكتب محتوطين اسماءهم على الكتاب المقدس وهم اللي كتبوا. فيمت على كيف? يعني انا ما في جدال معك انه هو اللي كتب ولا مش هو اللي كتب. هو اللي كتب فعلا هو اللي كتب. فهمت على كيف. حضرتك عمالك بتقول لي لا لا مش هو. انا تشاوزت النقطة هادي مشان افوت بداخل الكتاب المقدس وارجيك انه اهمية الكتاب المقدس. فهمت على كيف. تالتا بتقول لي ما فيش ذكر لسيد المسيح في العهد القديم وهو نكرة. عزيزي ما انا قلت لك تلاثمائة نبوءة تحققت بشخص السيد المسيح. اليهود اللي بتسألك سؤال بسيط يعني. انت لو مطلع على عندي اليهود وبتعرف شوي عن اليهود كنت عرفت قيمة الكتاب المقدس شو هي. اليهود عزيزي اسقطوا التوراة اسقطوا التوراة حاليا بالالفين يعني ما زالوا بالوقت الحالي اللي احنا فيه يعني بهذا عن جديد اسقطوه يعني من فترة بسيطة يعني من من عشر عشر سنوات او عشرين سنة او ثلاثين سنة يعني بالفترة اللي احنا فيها. فلمت على كيف? اسقطوا التوراة واعتمدوا التلموذ. ركزوا بهذا الكلام وحاول تستوعب اللي انا بتكلمه وتاخد عبرة من اللي انا بتكلمه في هذه النقطة. التلموذ عند اليهود مقدس اكتر من التوراة. ليش? لانه وجدوا بالتوراة كل النبوءات اللي عندهم موجودة هما يحتفظوا فيها اللي هي في التوراة تحققت بشخص السيد المسيح. اليوم وبسأل هالكاهن عن سؤال في الكتاب المقدس. حضرتك بتروح على الشيخ تسأله عن سؤال في القرآن. مضبوط. اليهودي نفس الشيء بياخد التوراة وبروح لعند الرجل الدين اليهودي. الخخامات تبعينهم وبسأله بقوله شو هالسؤال هذا او شو هالكذا. فمن كدر الاسئلة عزيزي عن ما عندهم من النبوءات والتي تحققت بشخص السيد المسيح لم يقعد عندهم ردود. الخخامات بطل عندهم ردود على ما يطلق عليهم من اسئلة. خليك بس اكفي لك النقطة هذي مشان تتفهم فيها. فهنا عزيزي اسقطوا التوراة واعتمدوا التلموذ ليش مشان يبعدوا الشبهة عن الاحداث والنبوآت اللي اللي تحققت بشخص السيد المسيح. انا بذكر لك هلا ممكن اذكر لك عشرين ثلاثين نبوة في الكتاب المقدس في العهد القديم حصلت بدقة وبحزفيرها بشخص السيد المسيح. لذلك عزيزي اليوم لهو شو بقول لك من درس من من قرأ التوراة من قرأ التوراة فليس له حسنة. ولكن من قرأ التلموذ فله كل الحسنات. شو معناته هذا الكلام? يعني التوراة اصبحت عندهم ما فيها شي يعني ولا شي ولا بل. حطوا التلموذ واعتمدوا التلموذ ويدرسوا التلموذ في مدارسهم ولم يدرسوا التوراة. ليش? لانه تحقق فيها وهم الكتاب لايه لهم? احنا شو دخلنا بالتوراة? التوراة لليهود مش لايه لنا. لانه كل شي تحقق فيه عن عن اليهود. المايك معك اسمع رضا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اتكلمت لحضرك قلت لك النبوءات سيبها بعدين نتكلم فيها. انا بقول لك قدام الغرفة والغرفة دي بتسجل. يعني مش عارف اما بسجله ولا بتسجل. المسيح نقرف العهد القديم. يعني مش هتعرف تجيب لي النبوءة واحدة اتحققت. تمام? سجل كلامه هتكلم فيه. انت هتروح فين? انا موجود وانت موجود. مفيش مشكلة. نتفق على يوم تاني يا سيد. اقول لك على حاجة بعد الفترة النهاردة. نتكلم في الموضوع ده. لكن انا باتكلم بحبة ما امسك موضوع اخلصه. انا بقول لحضرتك الكتاب مجهولية. الكتاب مجهولية غير معروفية. ما فيش دليل ان اللي كاتب اصفار موسى الخامسة وموسى. ما فيش دليل ان اللي كاتب سفر سموئيل هو سموئيل. ايه حضرت انت بتقول لي اللي اللي جاب عزرة جاب الكلام تاني او جاب عدد طوراه تاني. المفروض يكون عزرة يجيب نص كلام موسى. اللي قاله موسى. تمام? يجيب ما يجيبش كلام من عنده. يعني هو مسلا ايه? هيعيد سياقة التوراه. دي ما فيش اي مشكلة. ما فيش في اي مشكلة. والتوراه بتقول كده. ان عزرة جاب لهم التوراه تاني. المفترض عزرة يجيب نفس نص التوراه. ولا هيجيب حاجة جديدة ما عنده. بس الا بس الاك السؤال. المفروض مع عزرة يعيد كتبتي التوراه. هيجيب حاجة من عنده? هيزود حاجة من عنده ولا هيجيب كلام موسى? قللي. هيجيب ايه? هيجيب كلام موسى? اللي هو مفترض موسى ايلو? ولا هيجيب كلام مختلف? هيجيب كلام موسى طيب الوقتي التوراة اللي موجودة موسى لا يمكن ان تكون كلام موسى ليه لان التوراة طيب ايه اللي خلينا اقول كده يعني لان التوراة اولا بتتكلم الاصفار موسى الخمسة بتتكلم عن احداث ما كانتش على زمن موسى موسى ما شافهاش حدثت بعد موافوات موسى بلاف السنين الاصفار موسى الخمسة بتتكلم على اماكن واسماء مدن واسماء جبال اتسمت بعد موسى بمقاة السنين ده بيدل ان موسى مش هو الكاتب التوراة بيتحدث عن اما كانوا في تيه اما كانوا في تيه يعني اديك مسلا اديك مسال اقول لك ايه وكان كان عانيون يوم اذن في الارض وكان كان عانيون في ايه يوم اذن في ارض فلسطين يعني ايه يعني الكلام يتقال بعد دخول بني اسرائيل الى ارض فلسطين هديك مسلا ايه فيه بالنسبة ليه بعض الاسماء بعض الاسماء اه بطول ايه اه لاني قد سرقت من ارض كان عاني قد سرقت من ارض كان عاني التكوين عشر اربعين خمستاشر ولم تسمى فلسطين بهذا الاسم في عهد موسى اذا لم يدخل العبرانيين ولا قد سرقت في ارض العبرانيين قاسف مش كان العبرانيين التكوين اربعين خمستاشر تسميت ارض فلسطين بالعبراني ارض العبرانيين لم لم تكن في عهد موسى لم تكن في عهد موسى ان العبرانيين لم يقلوا يدخلوا بالارض بعد وبعد دليل التاني في التكوين خمسة وتلاتين سبعة وعشرين وجاء يعقوب الى ارض الى اسحاق ابيه الى ممر قرية الربع التي هي حبرون ولم تسمى حبرون ليه الخليل بالاسم ده الا في عهد يوشع في ادلة تانية اه في ادلة كيف ده يعني قسم للظهر ان التوراة بتقول التسنية اربع وتلاتين خمسة بتقول ايه فمات هناك موسى عبد الرب في ارض مؤاب حسب قول الرب ودفنه في اجواء في الارض مؤاب مقابل بيت فاغور ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم وكان موسى ابن مأه وعشرين سنة حين مات الى اخر النص وانت حفظ النص ازاي موسى هو اللي كاتب الكلام ده ويقول عي نفسه مات وخلي بالك الكاتب بيقول لك ايه ولم يعرف انسان قبره الى ذلك اليوم الجنة هو اللي كاتب فيه اللي الكاتب كاتب فيه الكلام ده فرمنا حضرتك ماشي انا بقضيك بس ايه انا بقول ليه ان التوراة الاسفار موسى خمسة اهم حاجة عندك ما تقدرش تقول اللي كاتبها موسى وهقول لك دلوقتي هم قالوا مين اللي كاتبها بالدليل فاضل معاك المايك ورد على كلامك المشكلة الطير لو بتركز بكلامي كان ما بتسأل السؤال ما انا وردي تلقيا رديت على سؤالك بدون ما تسأله انا قلتلك عزرة اعاد كتابة الكتاب المقدس يعني لما بتقرأ انه موسى مات وعمره مية عشرين سنة ودفن وكذا هذا الكلام على لسان مين على لسان عزرة عزرة يتكلم عن موسى انه مات وهو اللي اعاد صياغة الكتاب المقدس ودون الكتاب المقدس يعني اعاد صياغة الكتاب المقدس حاول تستوعب معي عزيزي السؤالي لحضرتك حبيبي حاول بس بس يكون عندك شوي هيك بس اوبن مايند شوي اه الكتاب المقدس العهد القديم شو هو اوكي رأعطيك المايك بس سواني شو العهد الكتاب اهم شي بالكتاب المقدس هو الوصايا والاحكام والنموس واوامر الله واللي اتى اه فيه موسى من الخلق فقط لاغي كتاب المقدس عزيزي كل احداث حروب واشياء قد حصلت انا ممكن اطلع عليها كمعلومات عامة وممكن لا اطلع عليها اوكي المايك معك اسمعت عليك وارديني ارجع اكمل بس مدان طلبت المايك المايك معك شكرا على احترامك للمايك حضرتك كده قلت اكتسألتك في الاول هل عزرة غير قلت له لا ما غيرش المفروض كلام موسى انا اثبتت لك ان عزرة كده غير غير في كلام موسى وهذه كده اكتت الكلام ده انه هو اما جيه يملل الطورة غير في بعض الحاجات غير اه اتغيرت اه غير او اصرها بطلاقة مختلفة بس لكن ده مش كلام موسى ده مش طورات موسى تم الاضافة فيها وتم الادخال فيها ممكن فيها حاجة ايوة من ايام موسى وحاجة حصلت لكن مش كلها تم فيها اضافات بس هو ده اللي انا عاوزه بس فضل معاك الماي وبك احنا وصلنا ايه لمتفقين فضل معاك الماي شكرا نتار شكرا عزيزي ما انا من بداية كلامي قلت لك الصيغة التعبيرية لا تعني تحريف افهم علي الصيغة التعبيرية لا يقصد فيها تحريف ماشي الحال عزرة هو اللي اعاد صيغة الكتاب المقدس لما منقرأ بالكتاب المقدس اليوم الموجود امامنا واللي منحمله حاليا في بيوتنا ومنتكلم منه هذا اللي كتبه ليس موسى بيده هذا عزرة عاد صياغته فهمت على كيف هو اللي كتب الكتاب المقدس ولكن موسى دون الكتاب المقدس وعزرة عاد صيغة الكتاب المقدس حبيبي ركز معي وحاول بس تكون بسك يعني بينك وبين نفسك اهم شيء في الكتاب المقدس هو الوصايا والاحكام واوامر الله واللي الله يريده منه والخلق كيف الله خلقها للكول يعرفنا على كيفية الخلق فقط لا غير باقي الكتاب المقدس عزيزي حطه على الرف خاص العهد القديم شو بدنا فيه حروب واحداث وملوك وكلها ونبؤات عن السيد المسيح فقط لا غير يعني ما بيهم القارئ إلا بس لمجرد يعني حب استطلاع فقط لا غير إذا عندك حب استطلاع تتعرف على شو صار في العهد القديم تتطلع عليه ما عندك رغبة ما فيه مشكلة لا بيقدم ولا بأخر في إيمانك أهم شيء في الكتاب المقدس في العهد القديم تعرف شو الله يريده منك الوصايا لا تكذب لا تسرق لا تزني كل هذه الأمور فقط لا غير أوامر الله شو بده منك فقط لا غير هذا هو اللي بدك يا من الكتاب المقدس هل هذا الكلام الوصايا الإلهية والأحكام الإلهية تغيرت وتبدلت لا بعدها مثل ما هي عزيزي ما اختلفنا فيها شيء عز رعاة كتابة المقدس بده روح أدور على هوشع ولا دور على فلان والعلان من كتب هذا ما بيهمني عزيزي فهمت على كيف أنا بيهمني إيش الله يريده مني فقط لا غير هذا هو فليش بقولك أنا الكتاب المقدس يثبت عصمته من خلال الأحداث اللي حصلت فيه ومن الأحداث منه يعني العهد الجديد ثبت صحة الكتاب المقدس في العهد القديم يعني لما بتيجي حضرتك بتشوف الكتاب المقدس يعني شو بيقولك الاستهزاء الناس فيه مزمور 22 حصل في متة ب27 اندهاش الناس منه في مزمور 22 17 بلوقه اتحقق فيه كمان ب23 صارخته على الصليب مزمور 22 كمان اتحقت في متة 27 انكسار قلبه مزمور 22 على 14 وتحقق في يحنى صعوده إلى السماوات مزمور 4 وتحقق فيه لوقا 24 يعني شو بدي أسردك أسردك مليون مليون نبوء في العهد القديم تحققت فيه في شخص سيد المسيح هذا يؤكد عصمة الكتاب المقدس ويتبت ويعطي الكتاب المقدس أهمية على انه لا يطالوا تحريف المشكلة بتقولي تحريف شو تغير في الوصايا هل الوصايا تغيرت كانت لا تسرق كانت لا تتزني وصالت تتزني هذا هو التحريف بنظرك اعطيني شي يقنع الناس او يقنعك بينك بين نفسك انه هناك تحريف وهذا الشي يعني لا يدخل العقل والمنطق انت عم تقرأ احداث وتاريخ يعني مين هل بدي يحرف لصالح مين يعني هل بدي يغير الكتاب المقدس ويحرف لصالح مين شو شو استفاد ومين المستفاد وشو استفاد يعني شو العبرة يعني من شو الإفادة منه يعني مش فاهم أنا لوحد تقول لوحد حرفت شي على أقل بكون في فائدة منه شو هي الفائدة اعطيني بس عبرة لماذا بنظرك تتحرف الكتاب المقدس مين المستفيد منه المايك معاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب كده أنا أثبت لحضرتك ان تم التغيير في وسيط موسيق تقول لي مش مهم الحاجات دي تركينا عرفها مش مهم خلاص اعاد كتابة الطورة اضاف وشال او اتكلم بمزاجه لان الطورة بكون لها لا تقول انها موسى اللي كتبها لان بتتكلم على موسى بزمن الرغاء خلاص نتجاوزنا الموضوع ده هجبتلي امثلة ان العهد القديم بيتكلم على الجديد أنا قلتلك يسوع النقرة في العهد القديم هجبتلي شوية امثال في المزامير وحاجات ازاي كده فين يا سوع في المزامير دي لا ده احنا عاوزين ان شاء الله كده هجبتل بتنزل في موضوع تاني بعد العصمة هجبتل تنزل النصوص تقول المزمور نزل المزمور ونقرأ المزمور وروح للعهد الجديد ونزل اللي انت بتقول عليه ونقرأه وهل ده هو ده بالكلام كده ما ينفع ده حاجة خلاص احنا كده يعني تقريبا يعني هنقول شبه المتفقين ان وصية موسى اصابها التغيير والتبديل مش هي هي اما عزر كتب غير تمام يعني مش موسى اللي كتبه ممكن فيها بعض حاجات الصحة وعلى فكرة ده ايمان المسلم ممكن فيها بعض الاشياء الصحيحة انا لا امكر هذا لكن دخل دخل هذه الاشياء الصحيحة كلام البشر دخل الكلام الصحيح ممكن يكون فيها كلام صح لا تصرك لا تزني ايوه انا معترض بالكلام ده اذا كان الكلام منطقي وكويس ايوه انا معترض به لكن دخل هذا الامور اشياء خطأ ايه ليه بقى لان فيه اشياء متنقدة مع بعضك فيه اشياء متنقدة مع بعضك لذلك البعض قال حضرة اعزو المايك تتفضل المايك حبيبي الطير لما بتقول لي اه حصل تغيير ما فيش تغيير يا حبيبي حاول تفهم انت كذبت موضوع وانا رجعت اعطت اعطت صياغة كتابته تفهمت على كيف لما انا بعيد عز صياغة كتاب انت كتبته هذا يعني فيه تحريف شو حرفت ما انا مسألتك سؤال شو شو اللي انا حرفته ما معرفت طود شو هو التحريف وان التحريف ما فيه ما معرفت لمجرد انه انا نسخت اللي انت كتبته اصبح هناك تحريف طبعا يعني تهمة ما فيش عليها دليل نهائيا انا عم بسألك سؤال طب انا عزت صياغة اللي انت تكلمته وان التحريف ما فيه تحريف فهمت كيف فعزرة اعطت صياغة الكتاب المقدس واللي كان مدونه موسى اعطت صياغته فهمت كيف قلتلك شو اللي شو اللي غيره هل هل عزرة غير من الوصايا الوصايا بعدها مثل ما هي هل كلام الله تغير بعدها مثل ما هو ما فيش يتغير انت عم تتحدث عن تغيير الاسلوب الانشائي من شخص لشخص ولكن واحد زائد واحد يساوي اثنين الوصايا بعدها موجودة الاحكام بعدها موجودة النموس بعدها موجودة المحرمات بعدها موجودة المحللات بعدها موجودة وين التحريف فهمت كيف يعني عم تشغل بالك باشياء بتقول لي حصل تغيير وحصل الاختلاف وين الاختلاف ما فيه اختلاف انت عم انت ماسك بالصيغة الانشائية بتقول لي هذا اختلاف وهذا تغيير ما فيه تغيير عزيزي جعل السيد المسيح لماذا ذكر او شو الاشياء اللي ذكرت في الكتاب المقدس عن السيد المسيح طيب لما بعطيك عدة بدك المايك خود المايك يا سيد استرائيل ما انا قلت لك تسيب الموضوع ده بعد نحن نتحكر من موضوع هنتكلم عن موضوع العصمة وعندنا موضوع اللي انت فتحته في الاول وعندنا فيهم تلات مواضع نتكلم فيهم ما فيش مشكلة يعني حد ما هنتكلم فيهم والله يعني الوقتي اما عزرا يقول ومات موسى عبد الرب في ارض مقاب ولم احد يعرف قبله حتى لا هل طورات موسى كان فيها الكلام ده انا مش بتكلم عن اسلوب انشائي انا بتكلم على اضافات في هذا الكتاب يا سيد استراليا معروف ان الطورة ان الطورة قصيرة كانت تكرق على الشعب في يوم واحد كانت تكرق تكتب نقش جيد على حفة المسبح ده بيدل ان الطورة قصيرة التوراة الموجودة دلوقتي كبيرة جدا لو هنكتبها على احجارة عاوز انا طاحتين سحاب الطورة طورات موسى قصيرة تمام طيب وانا نزلتلك اه المعارف القرن دقائرة المعارف القرن التاسع عشر اه العلم العصري ولسيما النقض الالماني قد اثبت بعد ابحاث مستفيدة في اثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات ان الطورة لم يكتبها موسى عليه السلام وانما هي من عمل احبار لم يذكروا اسماءهم عليها الفوها على التعاقب معتمدين في تأليفها على روايات سمعوها قبل اسر بابل بيرجح العلماء ان تكون هذه الاشياء اربع اربع اربعة قاموا بكتابة هذا الاربع مدارس واربع مصادر قاموا بكتابة هذه النصوص هو المصدر الوهيمي والمصدر اليهوي والمصدر اه مصدر سب العهد العهد القديم سنة واحدة كده نزلها لك عالتكس اه الاسفار الخمسة في الف وثمانمية تمانية وسبعين درس العالم الالماني في الهارزون في الهازون كل نظرات المعقولة واقترح خطة تدعى الفرضية الوسائقية التي ما زالت شائعة الاستخدام حتى الان ورأى في الهازون اربعة مصادر اساسية سماها ياء والف وكاف وتاء فالياء من يهوة والالف من الهيم والكاف من الكهنوتي لان هدف الكتابات الاخيرة تركز على الكهنة والعبادة والتاء للدلالة على صفر التسنية الذي يشكل المصدر الرابع وهذه المصادر كتبت قصصها منفصلة في امكانها مختلفة ومن اناس مختلفين وقد تضمنت هذه المصادر نفسها مصادر اقدم منها سواء مكتوبة او منقولة شفاهة والارضح ان بعد هذه المصادر يرجع الى عهد موسى بينما البعض الاخر اقدم منها عهدا ولم تجمح هذه المصادر الا في عصر السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد على الاقل يعني الكاتب ليس موسى ومش عذرة بس لا ده في اربعة في اربعة شاركه في كتابة هذا الكلام عرفوا منين او خمينوا منين لانه لقوا اربع اساليب مش اسلوب كاتب واحد اربع اساليب اسلوب يستخدم جهوة اسلوب يستخدم اولوهيم اسلوب مركز على الكهنة وشغل الكهنوت والمسبح والحاجات ديت والمصدر الرابع وسفر التسليم طيب هنتجاوز النقطة ديت هنتجاوز النقطة ديت من هو الكاتب خلاص ما فيش مشكلة يعني اه فيه احتمالات احتمالات موسى واحتمالات غير موسى طيب انت كنت بسألني سؤال هنتجاوز النقطة ديت كانت بسألني سؤال اللي حرف حرف ليه? ايه اسباب التحريف? يعني هو حرف ليه? صح? مش جاوز السؤال اللي تسألته? هم? ساز الاستراليا مش جاوز السؤال اللي تسألته معايا? خباتك قلتيني اللي حرف الكتاب حرفه ليه? الناسخ وديك امثله الناسخ اما ييجي ينسخ مخطوطة ولقى في المخطوطة غلط لقى التابة غلط في المخطوطة زي ايه? لقى مثلا فيه مخطوطة بتقول ان يسوع لما الاعمى جاله غضب على الاعمى فغضب يسوع دي في المخطوطة مخطوطة تانية بتقول مخطوطة تانية بتقول تحنن يسوع اما ييجي الناسخ هنا ينسخ هيلاقي فيه مخطوطة بتقوله غضب يسوع وفيه مخطوطة بتقوله تحنن يسوع هينسخ تايه منها? هينسخني ايه? بالتأكيد هينسخ تحنن يسوع اما ييجي الكاتب اللي بينسخ انجيل مرقص ويلاقي مرقص بيقول في مشكلة ابي يسار الكاهل لما داود راح الى ابي يسار الكاهل حضر ديك المايك راح لأبي يسار الكاهل ابي يسار وطلب منه خده التقدم اللي بيجي يكتب بين المخطوطة بيلاقي الكلام ده خطأ بيلاقي الكلام ده خطأ هو الكاتب اللي جات له مخطوطة منجيل مرقص سابة زي ما هي الكاتب اللي جات له نص متة ونص لوقة شالها خالص قال لك دي غلط قال لك دي غلط ما ينفعش فشالها خالص ليه شالها ليه شالها لان العهد القديم بيقول اخي مالك وليس ابي يسار فهو شافها دي مشكلة شافها غلط فاقمشيلها عند امثلة كتير بس كفية المثلين دولار عشان تربط المي تفضل معاك المي لك يا الطير لغاية اليوم اذا بتفوت على الانترنت وبس بتحط الشبهات وردود على الكتاب المقدس بطلع لك الف اكثر من الف سؤال الشبهات وردود يعني احنا حطين لك الشبهة وحطين لك الرد عليها يعني فهمت على كيف الاباء الكنائس حطين لك الشبهة وحطين لك الرد عليها فهمت كيف اه حبيبي ركز الكتاب العهد الجديد اه شوف علي العهد الجديد من المخطوطات اليونانية والعهد القديم من العبرية فهمت على كيف يعني عنا النسخة الاصلية ومنترجم احنا منها للكتاب المقدس منترجم للعربية للانجليزية للفرنسية هالهي الترجمات اللي احنا بنوصل بناخدها من الكتاب يعني بناخدها من النسخة الاصلية واحنا بندونها فلما منحول الترجمة الى العربية بصير مثلا عنا الترجمة الفندايك وبصير في عنا الترجمة العربية او المشتركة او الترجمات اللي احنا معتمدينها هالي هالهي الكلمات اللي اللي بيختصوا فيها للناس اللي بيفهموا اللغة العربية مثلا منحاول نعطي بحاول المترجمين يحاول يعطوا المعاني البسيطة اللي حضرتك بتستوعبها وتفهمها يعني اللي انت بتمتداول على لسانك وبالعامية فهمت على كيف؟ فبيحاولوا يحطوا هذه المصطلحات مشى حضرتك تستوعب الكتاب المقدس الكتاب المقدس ليس منزل من السماء على لسان الله لكي تنقل الكلمة مثل ما هي وتنحط بالكتاب فهمت على كيف؟ يعني المعنى هو واحد ولكن منحاول انوصلك المفهوم بالكتاب المقدس بالطريقة اللي حضرتك تستوعبها مش خلص انو هالكلمة هذه موجودة باليوناني او موجودة في العبري بهذه اللفظة لازم نحط لك ايها واصطفل منك لا ايها روح دور ونبش انت فهمتها ولا ما فهمتها انت حر لا الكتاب عزيزي بيحاول يبسطوا الكلمة المترجمين لكي يوصلك مفهوم المعنى الكلمة لما بتجي بتقول لي والله شافوا بالنسخة الاصلية هاد المعنى وكذا لا 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 غيروا هاد الكلام غير منطق يا حبيبي المنطق اللي بقوله الواحد النسخ ما زالت موجودة عندما نريد ان نترجم نأخذ من هذه الترجمة من الاصلي اللي هو من اليوناني ونترجم للعربي ننترجم للانجليزي ننترجم للفرنسي لكل هذه الامور لما انا بيصل لك الى العربي اترجم بالعربي بجيب ناس مختصين خليك معي بجيب ناس مختصين في اللغة العربية اللي مثلا اللي بيفهم مثلا بمصر او بالخليج في عندهم معاني ما حدا بيقدر يهمها اللي هم بحاول اعطيهم هذه المعنى مشان هم يفهموها هذا لا يعني تحريف ولا تبديل هذا بس تبسيط لكلمة اللي هم يفهموها فهمت عليك انا ابسط الكلام في الترجمة مشان حضرتك تستوعبها ولكن الاصلي بعده متل ما هو ما اندار انا خط منه وترجمت فانت لا تخد الترجمة على انه هناك تحريف فهمت عليك لا تخلط الامور كلها في بعضها الماك معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه استراليوم اذا كان انا اقصد طريقة الترجمة لا انا منيش دعب الكلام ده ما فيش مشكلة عادي يعني هو مثلا هيجيب نفس المعاني اللي في الانجليزي ويديها للعربي ما فيش اي مشكلة في دي انا بقول لحضرتك تغيير متعمد وجيبت حضرتك مثال واحد بس يوجد اكتر من تلاتين الف مثل وتلاتين الت عاد الاختلافات اكتر من عدد كلمات الكتاب المقدس انا جبتلك جزئية واحدة بس هي مشكلة ابي يصار بقول اللي عمل النسخة شالها شال كلمة ابي يصار في المتة وفي الوقا شالها عشان غلط شالها هتقول لي بقى سالها ليه هي جاله كده في ايام ابي يصاري الملك شالها ليه شالها ليه ها تعالى ممكن تقول لي شالها ليه هل ما شالها كان يقصد اه اللي هو بيقول بالمعنى ده شال كلمة شال كلمة خلص هاي النص قدامك ها قال في مرقص 25 28 فقال لهم افرأيتم قد ما فعله داود حين جاع واحتاج والذين معه كيف دخل الى بيت الله في ايام ابي يصار رئيس الكهنة واكل من خبز التقدمة الذي لا حل اكله الا للكهنة امين ابي يصار طيب تعالى شوف نفس النص نفس النص بقى نفس الموقف نفس الموقف في سموئيل بيقول ايه سموئيل ايه نص سموئيل فجاء داود الى نوب الى اخي مالك الكهن فاضطرب اخي مالك عند اللقاء داود وقال له لماذا ادجت وحدك وليس معك احد النص اللي نجبولك ايه كان مع حد فنص بقول والذين معه واعطى الذين كانوا معه ايضا يعني كان مع حد في سموئيل في العهد القديم قولك لا وليس معك احد ما كانش مع حد العهد القديم بقول اي اخي مالك العهد جدي بقول ابي يصار دا ايه دا دا غلط اللي بي اللي بينسك المخطوطة لا غلط امشي له عشان يتفادأ الخطأ شالها شالها من انجيل متة وانجيل لغة ووجودها في انجيل مرس خطأ لابد ان يكون هذا الكلام خطأ ليه وقولك دا برضو كمش شوف العلماء بتقول عن المشكلة دا ايه بقول ايه التفسير الحديث لكتاب المقدس ساد 68 في الهامش اذا يبدو اننا هنا امام مشكلة محيرة ذلك ان ابي يصار لم يصبح كاهنا لم يكن اي لقب رئيس الكهنة او عظيم الكهنة الا بعد ان قتل شاول ابي مالك والد ابي يصار ابي مالك او اخي مالك اتنين واحد شاول قطر اخي مالك والد ابي يصار بسبب مسخدم في عهد العهد العمل الذي قام به من اجل داود اتله عشان هو قدم الاكل داود عشان استقبل داود شاول اتل اخي مالك اللي هو والد ابي يصار اتل ابوه وانما جهد داود تولى الحكم بعد شاول عين ابي يصار لا يسل الكهنة هو اللي عين ابي يصار في عهده مرقص بيقولين لا دا القصة كلها في ايام ابي يصار في ايام ابي يصار ازاي وداود هو اللي معينه داود هو اللي كان معينه فالكاتب في انجيل ما التوقع ام شال القصة دي شال ابي يصار هنشوف واحد تاني بيتكلم سواني كده جبنا التفسير التطبيقي التفسير الكتاب المقدس وجبت الصفحة شوف اه ابو مط المسكين بقول ابو ابو مط المسكين ايه الانجيل بحسب القديس مرقص دراسة تفسيرية وشرح دير القديس الانبع مقار صاد 183 بقول ايه اما مؤخصة العلماء في ان المسيح قال في ايام ابي يصار رئيس الكهنة وان هذه القصة كانت في ايام اخي مالك رئيس الكهنة وليس في انجيل ابي يصار في ردوا العلماء في انجيل في متة ولوك ان الاشارة الى ابي يصار كانت غير موجودة يعني الشالت في الاتنين في متة ولوك اصلا كما انها غائبة في المخصات الاولى لانجيل اه مرقص كما يقول بعض العلماء اه فمرقص يشير اذلك الى درج الخاص بسبقين النبي المعنون بابي يصار يعني الشالت من المخطوطات في بعض المخطوطات الشالت منها ابي يصار الشالت عن عمل والبعض التاني كانت موجودة فاللي جاله انجيل متة شاله واللي جاله انجيل لوكة شاله اللي جاله انجيل مرقص اللي كان بينسك انجيل مرقص ممكن ما خدش باله سبها فده بيدل على ايه ان الكاتب بيحرف عن عمد عندك بقى تعليق على كلامي ده عندك تعليق على كلامي اتفضل معاك الميت طيب يا الطير برضو لغاية الان ما فهمنا شو الاستفادة من التحريف لمجرد حضرتك عم تستشهد بكلام من العلماء المسيحيين على هذا الكلام انا وضحت لك اول فكرة حاول انك من خلالها تنطلق لتنظر للكتاب المقدس النظرة اللي اعطتك اياها هي نظرة شاملة انه هذا الكتاب المقدس كتب العهد القديم والعهد الجديد قد دونوا تلميذ السيد المسيح اليوم عنا المخطوطات الاصلية وعندما نريد ان نترجم من ترجمة الى ترجمة اذا اردنا نترجم العهد الجديد نأخذ من اليوناني واذا اردنا نأخذ من العهد القديم نأخذ من العبري هنا عزيزي عندما نريح الكلام من الناحية اللي هي نتكلم عنها في العهد الجديد اللي هي باليوناني او بالعبري هناك الفاظ وكلمات تعبيرية ممكن نستخدمها بكل لغة مصطلحة فيها ان كان بالعربي ولا كان بالانجليزي ولا كان بالفرنسي اي لغة ان كان من حاول انسهل المفهوم مشان القارئ يفهم شو هو المقصد حضرتك اليوم تقول لي عن ابي مالك انه مش موجود في المخطوطات من قال لك انه مش موجود في المخطوطات هناك مخطوطات عزيزي قد فقدت وما زالت مفقودة فهمت على كيف وهناك ما زال في عندنا نسخ موجود فيها هذا الكلام اليوم لما بيجي الناسخ بينسخ من النسخة الاصلية الى الترجمات لابد الا يحصل تغيير في المعنى فهمت على كيف الا بالاسم او بالكذا ما في مشكلة بتغيير الاسم او بهذا الشغلات اللي انت عم تذكرها هذه البسيطة ليس لها قيمة بالنسبة للكتاب المقدس لانه احنا بهمنا بالكتاب المقدس ان ننظر بما اتى به السيد المسيح هذه الاحداث اللي حضرتك عم تتكلم عنها هذه احداث عادية ولمجرد انه ذكرت في الكتاب المقدس لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة للإيمان انت تحدث معي على الإيمان وعن العقيدة اللي هي تهم الشخص بالكتاب المقدس في مثل ان كان في العهد القديم او كان في العهد الجديد اليوم انا عندي الكتاب المقدس العهد الجديد خلينا نمشي معك وقول الكتاب المقدس محرف العهد الجديد ماشي الحال مسكنا الكتاب المقدس حطنا وضعناه على الراف رعطيك الماء اكتوها البلك هل المسيحية قامت على الكتاب المقدس وإلا المسيحية قامت على السيد المسيح حزيزي المسيحية كانت موجودة قبل الكتاب المقدس والمسيحية امنوا بالمسيح بدون كتاب مقدس الكتاب المقدس وضع بعد السيد المسيح وكتب بعد السيد المسيح لأحداث اللي يخبر عن ما حصل مع السيد المسيح ولكن احنا امننا بالمسيحية وتبعنا المسيح بدون كتاب مقدس ولكن تعرفنا على شخصية السيد المسيح من خلال الكتاب فلما بتجي بتقول لي هذا الكتاب طالما أنه أنا لم أؤمن بشخص سيد المسيح من خلال الكتاب ولكن من شخص سيد المسيح حضرتك اليوم لغاية الآن ما جبت لي دليل على من المستفيد في التحريف شو استفدنا بالتحريف هذا الكلام ليس له علاقة في الإيمان ولا في العقيدة اللي حضرتك عم تنصرده وبتجيب نصوص وبتجيب كلام من العلماء لغاية الآن ما وصلنا للعقيدة هل العقيدة تغيرت ما زالت هي موجودة هي مثل ما هي هل الإيمان تغير ما زال الإيمان في كتاب المقدس ما تغير في شي لغاية الآن وين هو التحريف ما عرفنا وين هو التحريف وين هو الأشياء اللي بتهم الإنسان وعلاقته مع سيد المسيح أو مع الله برضو ما تغيرت بعدها مثل ما هي لكن شو استفدنا بالتحريف من اللي حرف حرف واحد شاء الاسم واحد وحط اسم واحد هذا هو المايك معك السلام عليكم ورحمة الله سوى استراليام إنجيل مرقص أما قال أبي صار الملك أبي صار الكاه ده صحة ولا غلط معاك المايك صحة ولا غلط إنجيل مرقص قال في أيام أبي صار ده صح ولا غلط فضل معاك المايك يا حبيبي يا سيدي حاول تفهم اللي أنا بتكلمه مش غضية صح أو خطأ إن كان صح فهو صح وإن كان خطأ لا يقدم ولا أخر في الإيمان حاول تفهم النقطة هذه أنت عم تحكم على الكتاب المقدس من خلال نقل من ترجمة إلى ترجمة إذا كان هذا الاسم موجود أو مش كانش موجود ولا عم تحكم على الإيمان أعطيني شيء من الإيمان غير بالكتاب المقدس أنا بدي أشغل نفسي إذا من الترجمة صار فيه هناك باختلاف بالترجمة أصبح في هذا الاسم أو مش موجود أو موجود أنا بدي أغير في إيماني أعطيني شيء من العقيدة اللي تغير فيها فهمت كيف؟ قول لي شيء تغير في العقيدة اللي هو يمس العقيدة مش فهم يعني لغاية الآن صلنا ساعة من نتحدث ما جبت لي دليل مقنع على إنه الكتاب المقدس فيه أصاب التحريف إلا لمجرد عم تتحدث بس لمجرد نقل أخبار من ترجمات ومن نسخ للكتاب المقدس فقط لا غير ما جبت شيء نهائيا المايك معك أعطيني شيء في العقيدة شو تغير في العقيدة هل التعاليم تغيرت؟ هل الإيمان تغير؟ هل الوصاية تغيرت؟ هل الإحكام تغيرت؟ أعطيني شيء يمس الإنسان في العقيدة ما قلت لك أنا عندي استعداد أحط الكتاب على الرف وما أستعمل الكتاب المقدس ويظل نؤمن بالسيد المسيح المايك معك السلام عليكم رسول صريم أنا ما أطولش على المايك أنا سألت حدك سؤال واحد أما مر أسئل أبي صار ده صح ولا غلط أنت بتقول صح أو غلط مش مشكلة يعني هو غلط أما مر أسئل قال في أيام أبي يسار ده غلط بس ده اللي أنا عاوزه صح كده الكلام؟ صح الكلام؟ مش غلط؟ إزاي بقى ما مش غلط؟ يعني في أيام أبي يسار؟ أنت بتقول لي هتلي في العقدة ما أنا هجيب لك يا سيدة حاضر؟ ما أنا هجيب لك؟ بس نقطة نقطة أنا مش هتكلم وخلص أنا أخش في نقطة وخلصها الوقت أنت بتقول لي مش غلط اطلع فاصل لي مش غلط إزايش؟ عشان بعد كده ما شرحش نقطة ديت أنا بسألك ليه؟ لو هي مش غلط بعد كده ما تكلمش فيها فاهمني؟ أفهم منك لأنك أنت الوقت لو قلت لي لأ ده هو صاحف أم أبي يسار خلاص ما عادش هكلم في نقطة دي خلص الغيها ما جناقش أي حد ما تكلمش فيها لكن أنا الوقت عندي يقين اللي ده غلط مرقص غلط كاتب إنجيل مرقص غلط أم آل في عهد أبي يسار الملك الكهل غلط وضح لي ما غلطش إزايش؟ وبعد كده أخش في القطاني الفضل معاك المايك أنا أطلعك الطاير الردود الشبهات والردود بالكتاب المقدس على الإنترنت لا حصر لها ولا عد إلها يعني حطين الشبهات وحطين الردود عليها أنا كإنسان مسيحي لا يهمني أن أبحث عن عن الشبهة وأرد على الشبهة عارف ليش؟ لسبب بسيط أسهل من ما أجيب شبهة ما فيه ولكن أصعب من ما ترد على الشبهة ما فيه من الصعب ترد على الشبهة ليش؟ لأن ترجع للأحداث وترجع للتاريخ وترجع للظروف وتشوف كل الأشياء اللي قالت هذا الاسم ووين كان هذا الاسم فهمت على كيف؟ فلذلك عزي أنا ما بشغل نفسي فيها أنا بهمني بالكتاب المقدس العقيدة في الكتاب المقدس ولكن لما بتيجي حطرتك بتجيب لي شبهة بتقول لي هل هو موجود أو غير موجود أبي يسار أو هل هو صح ولا مش صح هنا عزي هذه الشبهة والرد عليها لا يكون بصح أو خطأ فإذا بدك نرد عليها فسوف نبحث عليها ونعطيك الرد الصافي عليها ولكن هذا لو ردت لك عليها لا يهمني أنا كقارئ للكتاب المقدس لا تقدم ولا تؤخر في الإيمان المسيحي حاول تركز فيه يعطيني شيء من العقيدة اللي أنا نقشق فيه اللي هو بيغير في العقيدة وبغير بمفهوم العقيدة فهمت عليك فقط لا غير ما بدنا نرجع نفوت بشبهات ونعد نضيع وقت على شبهات وتقول لي هذا الاسم ذكر وهذا الاسم ما ذكرش وهالأمر هذه كلها لنرجع للتاريخ ونرجع للعادات والتقاليد واليهود وكذا بدنا تقريبا شنصي على نفهم القصة كاملة متكاملة شو اللي حصل فيها ولكن هذا الخبر لا يهمني أنا كخارئ بالنسبة للإيماني أنا بإيماني بهمني العقيدة في الكتاب المقدس والأشياء اللي أعلمني فيها السيد المسيح هل فيها مشكلة معك ولا لا أعطيني شيء من العقيدة نتناقش فيه بس ما تجيب لي شبهات لأنه الشبهات ما عندي استعداد أنه أبحث عليها وأرد عليها لأنه لا تقدم ولا تؤخر في الإيمان عزيزي الماكب معك سلام عليكم ورحمة الله طيب تمام حضرتك ما عندكش رد يعني خلاص ما فيش مشكلة أنا أحترب رأيك إن حضرتك ما عندكش رد يعني إذن كده أنا يعني ممكن أطرح السؤال ده مرة تانية على حد ما سيحي تانية عارف الإجابة ما فيش مشكلة شاب بس أكون أنا عارف أما أطرحها تانية أكون أنا عارف تمام تمام طيب حضرتك بتقول لي هاتلي شبهة أو هاتلي حاجة تأثر في عقدتي حاضر حضرتك هجيب لك المسال في مثال حضرتك بتاع عمدوهم باسم الآب تمام طيب خلاص ما أنا بص أنا يعني إيه أنا بحب أختصر الموضوع ما فيش مشكلة أسأل حد تاني فيش مشكلة cancel الموضوع ده أي حاجة أنا سألتها لحضرتك قلتها لحضرتك آآ قل هات الموضوع تاني أدرسها وأنا أعاد الموضوع ما فيش أي مشكلة تمام طيب بس في حاجة عاوز أقول لي حضرتك حضرتك بتقولها وقررتها تلات مرات اللي احنا ترجبنا من الأصول ترجبنا من الأصول اللي هي اليونانية للعربي خدنا الأصول المخطوطات الأصلية ترجبنا منها للعربي ترجبنا منها حسب يعني إيه عشان استفهم ممكن غيرنا في الأسلوب غيرنا في صيغة بعض الكلمات عشان الناس تفهمها صح؟ مش حضرتك قلت الكلام ده كده؟ صلى ستريم حالك قلت كده صح؟ حالك قلت كده؟ نعم الكلام حضرتك سطحي جدا الكلام حضرتك مش مزبوط طب حضرتك ليه؟ إن الترجمة اللي عندك لو هناخد مثلا ترجمة الفنضايك مثال ترجمة الفنضايك مش متاخدة من المخطوطات اليونانية يعني ما جابش المخطوطات كده السينائية أو السكندرية وقام جاب المخطوطات قدامه وقام نائل الكلام ده ما حصلش ولا ينفع يحصل وما ايه اللي حصل تحديدا الفنضايك اللي هي مشهورة في الشرق ترجمة الفنضايك متاخدة من نص مستلم اسمه نص رازموس رازموس ده هولندي جمع حوالي عن خمس مخطوطات اقدامهم تقريبا من قرن الحداشر اذا كون يعني ممكن حداشر خمستاشر بترى دي خد منهم جمع منه النص جمع منه النص وطلح سموه حاجة النص المستلم ده اللي الترجم منه الفنضايك والترجم منه نسخة الملك جيمس الترجمة ديت طيب اقدم المخطوطات الصينائية والفاتيكانية والسكندرية والبيزية هل والابراهيمية هل رازموس ترج هل ترجمة الفنضايك متاخدة من المخطوطات بيزا متاخدة من المخطوطات ديت لا متاخدة من المخطوطات متأخرة يعني اقدمها القرن الحداشر خمس مخطوطات بس لذلك النهاردة اما هما لحظوا الموضوع ده اما هما لحظوا الموضوع ده ان فيه مخطوطات تانية اقدم عملوا تراجم تانية عملوا تراجم تانية ازاي عملوا ترجمة تعتمد على اقدم المخطوطات وفيه تراجم طلعت على اغلبية النص الموجود في اغلبية المخطوطات لذلك بتلاقي التراجم بتختلف حسب اختلاف المخطوطة وحسب منهج اللي بترجم هل انت هتاخد اما يكون عندك نص مختلف اما يكون عندك قراءة مختلفة هل انت هتاخد باي اي قراءة هتاخد بالاقدم ولا بالاكسر انتشارة في المخطوطات في مدرسة بتاخد بالاقدم خلاص انا ريح دماغي انا عند نص مختلفين هاخد بالقراءة ايه الغلب في المخطوطات واحد اقولك لا انا هاخد بالقراءة الموجودة في اغلب المخطوطات بالطرقة دية لذلك طلعوا علم النقد النصي ده بس رد على كلامك اللي احنا ترجبنا من اليوناني وطلعنا العربي لا الكلام ده مصطحيح ولو بقول لحلق ده كلام علمي مش كلام نظري فاهمنا حضرتك ايه كانت عاوز اديك مثال تاني لاختلاف ايه النساخ اللي هو يقضح في اللهوت عاوز بقى انت تربط المايك خذ المايك علق على كلام اللي انا قلته تفضل معاك المايك يا الطير عزيزي لما منقولك في الترجمات اللي احنا مناخد منها ومنحول هذي الترجمات الى لهجات عنا الفندايك بالعربي وعنا اليسوعية بالعربي وعنا المشتركة بالعربي وعنك مليون ترجمة في اللغة العربية هذي لهجات انا لما بترجم لللهجة العربية اللي انت قريب لحضرتك اللي انا بترجم لللهجة المصرية او اللهجة العربية فهمت على كيف هذا انا ما اخذه انا من الاصول من اصول الكتاب المقدس من النسخة الاصلية ومن المخطوطات الاصلية انا بترجم ومن الترجمة باخذ كمان ترجمات اللي هي اللهجات فهمت كيف فانا ممكن بالفندايك ما يوصلني المعنى مزبوط بروح للحياة بروح لالبوليسية بروح لأي ترجمة ان كان لا افهم حسب اللهجة اللي انا بتكلم فيها اللي بتكلم باللغة العربية بفهم شي واللي بتكلم باللهجة المصرية بفهم شي واللي بتكلم باللهجة السعودية بفهم شي كل واحد عنده لهجة خاصة فيه اليوم لما انا بترجم هذا الكتاب المقدس وبعطي لهجات لإله هذا لا يعني هناك تغيير عزيزي النسخة الاصلية بعدها موجودة انا حاولت اني اريح الكلمات لحضرتك تفهمها وتستوعبها وما يريده هذا الكتاب المقدس ان تفهمه انا عندما اقرأ الكتاب يجب علي ان افهم الكتاب ان كان هناك الصعوبة بفهم الكتاب فهنا كان فيه عجز بالترجمة او باجاد اللهجة المناسبة لي فهمت كيف في ناس كتير ما بيعرفوا يقرؤوا العربية الفصحة فهمت كيف بيعرفوا الكلام العام فيجب تعطيهم ترجمة مبسطة لإلهم وترجمة بسيطة لإلهم مشان يفهموا الكلام هذا حضرتك عمالك بتقول لي هناك فيه اغلاط اشو الاغلاط طالما الاغلاط اللي انت عم تتكلم فيها هي ليست اغلاط انت بنظرك شوف اغلاط ولكن هي ليست اغلاط هي تريح باللغة مشان او تريح باللهجة بالتبسيط الامور مشان حضرتك تفهمها فقط لا غير اعطيني خطأ بالعقيدة اللي حضرتك انت صلنا سعتين عم نتحدث ومعطتني سؤال واحد بالعقيدة او بالايمان اللي هو يغير في كتاب المقدس الا لمجرد لهجات وترجمات ونقل من من لغة الى لغة فقط لا غير لغة تلق ما سمعنا منك شيء يقنع انه هذا الكتاب المقدس حرف او في تحريف المايك معك بعد السؤال عندك عزيزي ما تضلك تجيب لي كلام على انه نقل وبس لمجرد من من لغة الى لغة او من من ترجم الى ترجم المايك معك سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله سيد استراليا ما تقولش حاجة انا متفق معك فيها انا ما عندي مشكلة ان المترجم يترجم للغة الناس تفهمها ما عندي اي مشكلة في الموضوع ده انا بتكلم سبحان الله النص نزل كتاب اللهوت المسيح الانسان المعاصر الاب مطران كرولوس سليم بسترس تذهب وتلميزه جميع الامم معمدهم باسم الاب والابن وروح القدس يرجح مفسره الكتاب المقدس ان هذه الوصية التي وضعها الانجيل على لسان يسوع ليست من يسوع نفسه المعمودية في السنوات الاولى كانت تعطى باسم يسوع المسيح او باسم الرب يسوع فضل انا بتكلم معك اللي يعني ايه انا مضبط المنارة يعني زبطة مية مية يعني تمام سبحان الله والله لازل لوحد بس اصل فضل النص اللي بيقول فذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدهم باسم الاب والابن وروح القدس هذا النص في كل المخطوطات النص ده في كل مخطوطات الكتاب المقدس سمعني اللي سمعني كي اكتب رقم واحد اللي سمعني كي اكتب رقم واحد اللي سمع طيب فالاستراليام سمعني فالاستراليام سمعني هذا النص في كل مخطوطات الكتاب المقدس ما فيش ولا مخطوطة الاو فيها النص ده فاذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدهم باسم الاب والابن وروح القدس على الرغم اللي النص ده موجود في كل المخطوطات اجماع المقابل اجماع اللي النص مضاف وانا نص غلط ايه رأيك كل العلماء النقد النص والاباء كله قال النص ده مضاف طيب جابوا الدليل على ايه اللي هو مضاف قالوا ان التعميد التعميد في زمن يسوع وتعميد التلاميذ كان يتم باسم الرسوع وليس باسم النص ايه في اقتباسات الاباء كان بيقول باسم يسوع ما فوش باسم الاب والابن وروح القدس تمام اتفضل معاك المايك ياريت يعني ايه عاوز الكلام فيس تو فيس كده فهمني ما دخلش في حوارات تانية عشان بس نستفاد اتفضل معاك المايك طيب يا سيدي فيس تو فيس ولا همك وشولده تشولده ولا همك ماشي الحال المشكلة يا عزيزي الحرف يقتل واحنا مشكلتنا العرب ماخدين الطبع اليهودي بالتعنت بافكارنا انه خلص هالحرف موجود خلص موجود ما مش ممكن تنازل عنه عزيزي حاول تقرأ اللي انتهي حضرتك نزلته كتاب اللهوت المسيحي والإنسان المعاصر وإلى نهايته بايش كان يعمده بالأبل كان يعمده باسم السيد المسيح والآن الكتاب المقدس يقول اذهبوا وتلمدوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس يعني باسم الآب والابن والروح القدس هي بحسب نظرك هي مضافة طيب لو ركست بكلامي عزيزي ما التجأت لهذا الكلام نهائيا حضرتك ما التجأت نهائيا لإله أنا وضحت لك النقطة من بداية كلامي وضحت لك احنا منبسط الكلام مشان حضرتك تستوعبه بأبسط لهجة انت ممكن تتخيلها ممكن نوضح الكلام للكتاب المقدس باسم السيد المسيح السيد المسيح ما هو نفسه الآب والابن والروح القدس هو نفسه السيد المسيح والإله اللي هو موجود في الذي ظهر في الجسد فهو الآب والابن والروح القدس فإن قلنا بالترجمات وتبسيط اللغة مشان حضرتك تفهم شخصية السيد المسيح اللي هو الآب والابن والروح القدس إن كانت في الترجمات والنسخة الأصلية اذهبوا وتلمدوا باسم يسوع ما هي نفسه يا حبيبي يسوع هو الآب والابن والروح القدس وإن ذكرت في العهد الجديد في هذا النص إنه باسم الأب والابن والروح القدس وإن ذكرت في النسخة الأصلية اذهبوا تلمدوهم باسم السيد المسيح هي نفسها أنا بسطت الموضوع وأوضحت لك إياه ولكن المشكلة التعنت إنه خلص طالما إنه هذا الكلام موجود معناته فيه تحريف معناته فيه تغيير في التبديل عايزي أنا بحاول بك شأن تفهم كلمة الله وتوصلك كلمة الله لا أصر على كلمة حضرتك ممكن ما تفهمها وضل ماشي عليها أهم شيء في الكتاب المقدس إنه كلمة الله تصل للإنسان فهذا عايزي ليس بتحريف هذا تبسيط للوضع السيد المسيح هو الإله المتجسد شفت مسيحي بقولك المسيح ليس إله ومن هو الإله الآب والإبن والروح القدس إذا قلنا بالتعميد هو السيد المسيح أو قلنا الآب والإبن والروح القدس فهو السيد المسيح فكلهما صح عزيزي فالنقطة اللي حضرتك عم تتكلم فيها يعني ما في لها مش شافيها هدف بالمرة يعني ما زال السؤال عندك عزيزي عطيني شيء يمس العقيدة ويغير من العقيدة ويخلي هذا الإنسان يقولك فعلا هذا الكتاب المقدس غير صالح للتداول ما زال السؤال عندك وما زال حضرتك لم ترد علي نهائيا عطيني شيء يمس العقيدة ويغير في العقيدة مثل ما أنا ممكن أعطيك سؤال يخليك تغير من العقيدة وتفهم أن هناك فيه مشكلة فيه في الإيمان المايك معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعك دلوقتي أن يسوع ورح القدس والأب ورح القدس أو المعنى أو التغيير أنا بتكلم حضرتك على الإضافة اللي عنده مخطوطة بتقول عمدهم باسم يسوع جاب منين عمدهم باسم الأب والإبن ورح القدس جاب التسلس منين أنا حضرتك بتقوله دلوقتي التسلس ما كانش موجود ده سؤالي حضرتك بتتكلم كلام بتقول لأستة ما جبتش أنا سؤالي واضح الراجل اللي كان عندي مخطوطة عمدهم باسم يسوع ليه بقى هو زود عمدهم باسم الأب والإبن روح القدس زودها ليه من عنده هتقوله بيشرح مين يداله لحق يشرح ما حتىش يسوع ليه زي ما كان مخطوطة بتقول زي ما حصل النص ده مضاف عمدهم باسم الأب والإبن ورح القدس كلام ده غير صحيح نص مضاف حدك تاخد الماكتب تقول لي حطها ليه ضفها ليه هي موجودة في كل المخطوطات وكل العلماء أجمعه إنها مضافة غير صحيح لأنك إنت لو شفت كل التعميد في أعمال الرسل كله بيتم باسم يسوع الحلقة طبعا عارف مش محتاج ننزل النصوص لو محتاج ننزلها ننزلها كل التعميد في أعمال الرسل تعمال التلاميذ باسم الرب يسوع اللي جابها بقى عم بدهم باسم الأب والإبن روح القدس ليه اللي جاب أرضك على الكلام الأباء باسم يسوع عاوزك تقولي اللي ترجم ضف دي ليه وإزاي يضيف كلام من عنده إزاي يضيف كلام من عنده دي بقى مش ترجمة دي مش بتقولي هي في العربي مش موجودة في لا ده هي في اليوناني القديم اليوناني القديم فيك في العبارة دي المخطوط كلها في عبارة دي حطها ليه وهي غلط فضل معاك المايك طيب يا عزيزي يا الطير ما وضحت لك الكلام ما وضحت النعس بلاش يضرب عندي أنا على فكرة صارت عندي الساعة 12 و 10 بالليلة طيب أرجع عندك الكلام مش حظرك تستوعب فيه شوف عزيزي بالمخطوطات الأصلية موجود يسوع بالمخطوطات الأصلية موجود يسوع يجينا نترجم الكتاب المقدس ترجمناه للعربية العربية لازم نحط إيش إحنا نحط يسوع طيب بيسوع هون عزيزي أنت مش فاهم الثالوت لغاية اليوم 2016 بعد حضرتك مش فاهم شو الثالوت ماش الحال لما أنا بكتب يسوع وأنا كعارف إنه هذا يسوع هو الإله المتجسد والإله المتجسد يطلق عليه الآب والإبن والروح القدس أوكي فأنا لأسهل المفهوم لحضرتك ما زال كلمة يسوع موجودة افهم علي طويل لي بالك قبل ما تطلب المايك هل كلمة يسوع بالمخطوطات الأصلية إن شالت أو بعدها مثل ما هي بعدها مثل ما هي فهمت على كيف شو اللي تتغير بالترجمة تتغير بالترجمة إنه فهمني شو هو يسوع حطل لي الآب والإبن والروح القدس مشان أفهم مين هو السيد المسيح فقط لا غير فهمت على كيف ما زالت بالنسخة الأصلية موجودة يسوع المايك معاك سلام عليكم لا حضرتك ما سمعتش كلامي النسخة الأصلية أقدم كل المخطوطات مكتوفة فيها عم بدون باسم الأب والإبن والروح القدس ما فيش مخطوطة مكتوف باسم يسوع كل المخطوطات عم بدون باسم الأب والإبن والروح القدس ما فيش مخطوطات أصلية فيها اسم يسوع فيمتين حضرتك انت بتقول لي انت في دماغك إن هي في اليوناني اللي هي في اليوناني المكتوب عم بدون باسم يسوع وما جي ترجموها للعربي حطوا باسم الأب والإبن والروح القدس لا الكلام ده مصح مش ده اللي حصل لا ده هي في اليوناني السينقية والفاتيكانية والسكندرية والبيزة وواشطن كل المخطوطات ديت فيها باسم الأب والإبن والروح القدس ما فيش أي مخطوطة فيها عم بدون باسم يسوع تمام كل المخطوط كده في المقابل العكس كل العلماء أجمعت اللي دي الإضافة دي إضافة فيمتنا حضرتك فما تقوليش بقى إيه هم ما يجي ترجموه بيفسروا لا ما عندناش ولا مخطوطة وحدة بتقول باسم يسوع فيمتنا حضرتك فيمتنا الأول سؤال إزاي فيمتنا سؤال إزاي فيش ولا مخطوطة باسم يسوع كلها باسم الأب والإبن والروح القدس لولا ما إحنا تعرف كان المشكلة دي ممكن تعدي ليه النص في كل المخطوطات مفيش أي مشكلة ما أقدرش أنا أتكلم فيه ما أقدرش أقول النص ده مضاعف ليه يعني لازم أن تجيب لدليل من أي مخطوطة تانية اللي النص مش موجود فيها يعني مثلا أنا أعمل إيه أجيب مثلا مخطوطة مثلا تهتربع مخطوطات فيهم النص وأجيب مثلا في المقابل عشر مخطوطات مفهومش النص وأقول لك بقى دي اختلاف فين الصح فيهم تدقى ما أتكلم المشكلة هنا إنه فيش خلاق النص في كل المخطوطات يعني الناقض النصي ما يتكلمش ما يتكلمش لأنه ما عندهش دليل من المخطوطات يقول له ديه مضاعف إنجيل نفسه من داخل الإنجيل نفسه من أقوال الأباء اللي كانت بتعمد اللي كانت بيقول له بيعمدهم باسم يسوع المسيح لذلك قالوا النص مضاف النص خطأ على الرغم اللي هو موجود في كل المخطوطات معنى كده إن المخطوطات أصبها التحريف في البداية المخطوطات كل لها أصبها التحريف وأصبها اللعب في بداية الأمر أما نص مضاف يكون في كل المخطوطات المحرف فده تحريف المخطوطات مخطوطات حرفة كلها فضل معاك المايك أرجو كن فهمت سؤالي فضل معاك المايك يا الطير سؤالك مفهوم بس أنت مش عم تستوعب سؤالك بالمرة أنت عم تستشهد بين أباء الكنائس اللي هم بيتكلموا بهذا الكلام هم بيحاولوا وصلو لك المعنى ولكن أنت مش عم تفهم المعنى اللي هم عم بوصلو لك إياه يعني أنت عم تستشهد منهم بتفكر أنه هم عم بيشهدوا على أنه شيء غلط وانت مش عم تستوعب شو هم بتكلموا حبيبي إن كان في النسخة الأصلية كان كلمة يسوع أو كان في النسخة الأصلية عمدوهم باسم الآب والإبن وروح القدس وفي العهد الجديد قال الكتاب المقدس عمدوهم باسم السيء المسيح فهي واحد ما في مشكلة فيناتهم فهمت على كيف لما أنا بقول لك أنا أعبد اللامحدود ما بديش أسكو كلمة الله ولكن أنا أعبد اللامحدود ما أنا أريد أن أعبد الله وانا أردت لك أنا أعبد الله وهي واحد الله واحد ولا محدود واحد كنت كيف تغير الاسم ولكن المعنى هو واحد يسوع هو الآب والإبن والروح القدس حاول تستوعب الحكي يا رجل هو عم بيحاول وصل لك المعنى إنه بالنسخة الأصلية الآب والإبن والروح القدس بالعهد الجديد في يسوع ما يسوع هو الآب والإبن والروح القدس إن ذكر يسوع وإن ذكر الآب والإبن هي واحد يا حبيبي نفس المعنى نحن كمسيحيين نقول المسيح هو الله لذلك نقول عمدوهم باسم المسيح او عمدوهم باسم الاب والابن وروح القدس هي واحدة ما اختلف فيها شي من الترجمات منحاول انوضح المعنى فقط لا غير انذكرنا الاب والابن وانذكرنا المسيح هي واحد طيب عزيزي اسمع مدخلتك الاخير لانه شوي بدي ارتاح شوي صارت ساعة 12 تائر اتناشا نص عندي شوي اسمع مدخلتك اذا في عندك جديد ومنك بالان شاء الله في وقت اخر سلام عليكم ورحمة الله حضرتك كزا مرة قلتلك انا مش بتكلم عن ترجمة المعاني هو ترجم ازاي انا منيش دعب المعنى الراجل المفترض مكتوب عمدون باسم يسوع ليه شال يسوع وحط باسم الاب والابن وروح القدس ده اضافة منه ده اضافة من الناسخ ضاف كلام من عنده مش موجود حالك بتقولي نفس المعنى حتى لو كان نفس المعنى ضافوا ليه حطوا ليه هو مكتوب عنده يسوع جاب منين باسم الاب والابن وروح القدس انا مليح اتناقش معك فيه بعدين هل يسوع والابن وابن وروح القدس ممكن يتناقش في المعنى ده بعدين انا بتكلم اللي حط الصي غضية يعني حضرتك دلوقتي انت لو بيتعمد في الكنيسة هتقول باسم يسوع واللي هتقول باسم الاب والابن وروح القدس هتقول النص ايه المفترض تقول ايه فيش حاجة اسمها وحد ومش واحد الصي اللي يطلع من لسانك ايه المفترض يطلع من لسانك اللي يسوع قاله اللي يطلع من لسانك اللي التلاميز عملوه يعني التلاميز كان بيعمده غلط اما التلاميز المكان بيعمده باسم يسوع كانوا غلطانين اما المسيح قال لهم عمده باسم كان غلطان والتلاميز عمده باسم يسوع كانوا غلطانين انت الوقت لو بقيت في الكنيسة وبتعمد المفروض تعمد باسم ايه المفروض الناسخ اللي هنا ده حط باسم الابن والابن والابن والخدس بجيبها من ايه وحططها لأيه انا مايش جاع Marcus المعنى او أن المعنى بيختلف اكيد طبعا المعنى بيختلف وهل يسوع والاب? وهل يسوع وروح الكدس? لا طبعا. مختلفين. لكن ده مش موضوعي. ممكن يكلف فيه بعدين. هلك تقول لي? هو سؤال المحدد. هو وله غير? جاء بالكلام ده منين? ما فيش اي مخطوطة كان فيها يسوع. كل المخطوط الاقديمة للاقوها اللي موجودة فيها باسم الاب والاب نروح الكدس. فاضل معاك المايك. هتقول لي ترجي بمعنى لو هي واحد اعمل ليش جعب واحد. اعمل ليش جعب واحد دلوقتي. هتنقش فيها موضوع هما واحد ديت تتنقش فيها بعدين. موضوع يطول. السؤالي انت غيرت ليه يا عم? هي موجودة عندك باسم يسوع. تجي تتقلها. تتحول تتكيب لي باسم الاب والابن روح الكدس? ليه ان شاء الله? يعملها ليه كده? فاضل معاك المايك. خلينا رايحك يا الطايرة حاجة تظلك تعصف وحالتك حالي. يا رجل ما مدام النسخة الاصلية موجودة. النسخة الاصلية او المخطوطات بعدها موجودة. والنسخ موجودة. فهمت على كيف? انا كقارئ عندي ترجمات للكتاب المقدس. بقرأ الكتاب المقدس بلاقي فيه اه عمدوهم باسم الاب والابن والروح الكدس. بجد بنسخة تانية. اعمدوهم باسم السيدة المسيح. باد اذهب للمخطوطات الاصلية بجد فيها الاب والابن والروح الكدس. ما فيها مشكلة. هذا موجود وهذا موجود. فهمت على كيف? امتلك حق تستشهد لما بكون معك نسخة واشلنا من النسخة الاصلية. افهم علي. شلنا من نسخة الاصلية هذا النص وشطبنا. ما زال النص موجود في النسخة الاصلية وما زالت الترجمات معنا. هذا الكلام موجود وهذا كان كلام موجود. افهم علي احنا عم نحاول نبسط المعنى وانا قلت لك اياها المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد فان كتبنا في الكتاب مقدس عمدوهم باسم السيد المسيح او عمدوهم بالاب والابن وروح القدس هي وحده نفس المعنى بل لكن في عالم كتير عزيزي ما بيفهمه انه سكيف وما بيفهمه الاب والابن وروح القدس هو السيد المسيح مشان هيك سير في عندهم مشكلة في الفهم لذلك عزيزي الكتاب مقدس وضح هذا الكلام حضرتك عملك تستشهد بشي ما له يعني مش شايف وين النقطة الخلاف اللي عم نتخلف عليها طالما انه النسخة الاصلية موجودة فيها الاب والابن وروح القدس والكتاب المقدس فيه باسم السيد المسيح وين المشكلة هذا موجود و هذا موجود مشان تفهم المعنى وتفهم ما هو الاب والابن وروح القدس بس بمساطر كنت على كيف المشكلة انت ملتزم بالحرف وخلص مدام موجود هيك بدنا نحطه هيك لا انا بدا ريح لك بالمعنى ووضح لك المعنى بس مشان تستوعك فقط لا غير الاصلية موجود والنسخ موجودة ما عجبك النسخ روح للاصلية ما عجبك الاصلية روح للنخص النسخ كيف تكيف بس بمساطر طيب اطير اسمح لنا بالانصراف لانه شوي نكمل فيما بعد عزيزة في عندك كاما نقاط او اسمع مدخلتك الاخيرة وبعدين منكمل بعدين اوكي لانه تعرف التعب ضرب عندي والنعز ضرب عندي فاكتر من هيك اوكي الوايك معك سلام عليكم ورحمة الله قلت لحضراتك وبكرر الكلام ما فيش مخطوطة فيها يسوع ما فيش مخطوطة فيها يسوع ما فيش اصل فيها يسوع كل الاصول باسم الاب والابن روح القدس تمام انا بسعر حضرتك المفترض مكتوب عنده عمدون باسم يسوع هو اضاف الناسخ اضاف عشان يزبط عقلته التسليسية باسم الاب والابن روح القدس التسليس عشان يزبط التسليس ويحط نص يزبط فيه التسليس ام حاط العبارة دي فيمني لتدعيم فكرته مش حطاه للتعريف او للترجمة او يعرف الناس لأ حطاه لتدعيم فكري لهوتي عنده فكرته لدهم باسم الاب والابن روح القدس عنده عاوز يدعم فكري لهوتي مش بيفسر عاوز يدعم التسليس باسم الاب والابن روح القدس فهمنا حضرتك مش بيفسر هنا دي اضافة منه دي اضافة منه وطبعا فيه اضافات تانية كتير جاز انت بتكشفها على التيكست هنتكلم فيها برضو زي مثلا ايه فليزين يشهدون في السماء هم ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس ولا اساس هم واحد ولزين يشهدون في الارض هم ثلاثة الروح والماء والدم برضو دي اضافة اضافة نفس نفس الاضافة برضو لتدعيم الفكر اللهوتي فهمني؟ كأن الكتاب بتاعك والمقطاب بتاعتك ما فيهاش حاجة ادعم فكرك واندو الساخ بيحطه ويحول يضيفه عبارات لتدعيم الفكر اللهوتي العبارة دي اتحطط مش عشان التفسير لأ اتحطط لتدعيم فكر اللهوتي طيب يا الطير بس مداخلة بسيطة مشان ما خليك تظلك تتوهم بالنقطة هذه الكتاب المقدس لا يقف عزيزي على هذا النص لتثبيت الهوية السيد المسيح او يثبت الثالوت حاول تركز معي يعني احنا اذا ذكرنا وهذه الكلام موجود في النسخ الاصلية عمدوهم باسم الاب والابن وروح القدس وفي العهد الجديد عمدوهم باسم السيد المسيح يعني هل اركنا على الثالوت المقدس اللي هو الاب والابن وروح القدس على السيد المسيح في هذا النص لا يا عزيزي بتكون خاطئ احنا تثبيت الهوية السيد المسيح والثالوت المقدس بشخص السيد المسيح لا يرتكز على هذا النص فقط عنا مئة نص في العهد الجديد وفي العهد القديم على أن سيد المسيح هو الإله وإذا بدك أثبت لك على لسان الله أن سيد المسيح هو الإله فهمت على كيف فلا نحتاج لهذا النص لكي نثبت التالوت بتكون واهم إذا المسيحية تركن على نص مثل هذا لتروح تغير فيه من النسخة الأصلية وتغيره كان الأب وليبن وروح لقلدس عملته المسيح أو يسوع فهمت على كيف بتكون خاطئ أنا ممكن أعطيك دلائل وشهادات من الإله في العهد القديم والعهد الجديد على أن الله هو السيد المسيح مش بهذا النص عزيزي ما تتوهم فيه بس حاول أن يكون عندك على فكرة الكتاب المقدس على النسخ التي كتبت في الكتاب المقدس على تبسيط المعنى مشان حضرتك تستوعبه شوف عزيزي قلتي السيد المسيح والإله الذي ظهر في الجسد هي من أول صفر التكوين لغاية صفر الرؤية موجود مليون نص على أوليهة السيد المسيح لا نركن على هذا النص واللي يقول لك أنا مركن على هذا النص قل له أنت مسيحي تعبان فهمت على كيف لدينا أكثر من 20 نص لدينا نصوص من الله نفسه تقول لي واحد يشهد على نفسه أنه هو المسيح تقول لي لا أنا ما أحتاج الآب والإبن وروح القدس وعمدوهم بس لا أشهد من المسيح والإله بتكونوا غلطان عزيزي طيب شكرا يا أبو عبد الله على الفرصة وأسمع مدخلتك الأخيرة بنكمل بعدين من الطائرة بتعرف شوي كنت شغال طول النهار وتعبان وحالتي حالي يعني بس ساعد على الكمبيوتر هيك يعني نص غفيني شوي المايك معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس لا مش النص ده بس اتحط عشان تدعم الفكرة اللي هوتي لا فيه نصوص كتانية كتير منها نص انت ذكرته مرتين نص انت ذكرته مرتين اللي هو نص عزيزي سر التقوى الله زهر في الجسد عزيزي هو سر التقوى الله زهر في الجسد حيث ذكرت النص له مرتين النص ده بردك مضاف النص ده موجود بردك اضافة كلمة الله لتدعم فكرة اللي هوتي كلمة الله مش موجودة في المخطوطات القديمة بس لأ انت ذكرته انت ذكرت نصه وانت بتتكلم النص اللي انت قلت دلوقتي بردك فيه اضافة كلمة الله اصل النص ما فيهاش الله اصل النص بيقول فيه الذي عزيزي هو سر التقوى الذي زهر في الجسد عشان بردك يدعموا الفكرة اللي هوتي لأ قلت لك الله زهر في الجسد قلت لك الله زهر في الجسد قلت لك الله زهر في الجسد قلت هل مرتين ماشي ما علينا النص ده هو بردك تمت اضافة كلمة الله بدل اللازي لتدعم الفكرة اللي هوتي وفيه امثلك تانية كتير هقول لك اهو المترجم اللي بينسخ اللي بينسخ شاف كلمة اللازي مقربة كلمة الله قال لك اما زود خطين خط في نص الكلمة اللي عامل زي ال او وال س اما شدت خط في النص ال او زي ال او كده اللي يسمع ال اموكرن شد فقه خط وشد خط الفوق شد خط الفوق فحول كلمة اللازي لالله عامل كده ليه تدعم فكرة اللي هوتي عشان حضرك اما تاخدوا للمكتب اللي ايه عظيم وصير التقوى الله ظهره في الجسد مين ظهره في الجسد يسوع تيتا سيتا من سي اه تيتا ماشي هو زي ال او والسي يعني ايه انا بتكلم يوناني عمي يوناني عمي عم زي ال او والسي تمام فضل اصول استراليا مرد على الكلام ده برضو جديد لتدعم الفكر اللي هوتي مش دي بس وفي غيرها كتير فضل معاك المايك شكرا يا الطير يا رجل انا ما استشهد بالنص هذا الله ظهره في الجسد انا ما استشهد فيه حضرتك ما استشهد فيه وطل لي ذكرته مرتين عزيزي ركز بكلامي ركز شوف كل هذه النصوص اللي حضرتك عم تذكرها انه لتدعيم انه سيد المسيح والله لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة لعليه هذه النصوص عادية ما فيها شي انت بتعرف القانون شو بولك القانون الاعتراف سيد الادلة ما شو الحال الاعتراف ما انا برضي لك شو بدي بالنص يا رجل انا طول لي بالك انا بقول لك الاعتراف سيد الادلة انا عم بعطيك نص على لسان الله نفسه مش على لسان السيد المسيح والله نفسه يعترف انه هو المسيح مش هذا النص اللي حضرتك ذكرته اه وقلت لي هذا اللي انا ذكرته مرتين انا ما استشهد في هذا النص نهائيا انا عم بعطيك نصوص عزيزي اسا ما ذكرت لك بس انا عم بحاول اه يعني عارف كيف ارد لك عن النص يا حبيبي انا ارد لك عن النص الكتاب المقدس لا يعتمد على نص واحد لالهوية السيد المسيح افهم علي الهوية السيد المسيح نحن نعتمد عليها من عدة امور اول شيء اقوال وافعال وشهادات واثباتات كيف اهم من كل هذا كله هو الاعتراف لم واحد بكون رايح على المحكمة وبيعترف انه هو قتل الاعتراف سيد الأدلة ما عادش فيه حدا يقول له لا انت لا ما قتلتش وانت كذاب هو واحد عم بعترف على لسانه بقول لك انا سرقت انا قتلت انت هنا ما عادش فيه كلام انا ما رح عطيك نص من الكتاب المقدس على انه المسيح والله انا بعطيك من لسان الله نفسه انه هو الله انه هو المسيح فهمت كيف فكل هاي النصص عددك من استشد فيها انساها انا مرة عملت مناظرة مداخلة واحدة انتهت المناظرة على انه هذا ان الله قد قال ان المسيح هو الله وانتهت المناظرة في مداخلة واحدة بس هو كانت تثبيت هل المسيح هو الاله ولا لا فقط لاغ فعزيزي كل النصص لحضرتك عم تذكرها لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة للإيمان المسيحي لانه هذه هي احنا هي ترجمات مشان حضرتك ولكن الهيتي السيد المسيح متل ما خبرتك لا تعتمد على نص هي اقوال وافعال وشهادات وكل هذه الامور فلا تتعب نفسك عزيزي بان تتعب نفسك بهذه الامور لانه الهيتي السيد المسيح وضوح الشمس واضحة واذا حابب نتكلم فيها في وقتا اخر نتكلم فيها اذا حابب تضلك نتكلم في هذا الكلام ما عندي مشكلة من بكرة من كف حديثنا لانه بتعرف صديني يعني مرهق تعبان كتير يعني هلماك معك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا وستاذ استراليا انا مش بتكلم على الهيتي يسوع انا مش بتنقش معاك على الهيتي يسوع انا بتكلم وبجيب لك نصوص من منطلق التغيير من منطلق عسمة الكتاب المقدس ان النساخ اضافه بيضيفوا كلام بينسحوا بمزاجهم انا مش بتكلم على الهيتي يسوع انا مش بتكلم على معنى النص ايه انا بتكلم على تغيير الكلام داخل النص انه الساخ بيغيروا ويبدلوا ويزودوا كلام لتدعين فكرهم اللهوتي زي ما هو عاوز بس انا ولا بتكلم على الهيتي يسوع الوقتي مش بتنقش في الهيتي يسوع مش بتنقش في النص بيقول ايه انا مش دعوه بتاخد الماء بتقول لي مثلا ايه انت بتتكلم على بسم الاب الراحة من الراحة الكدس هي نفسها يسوع انا مش بتكلم على معنى انا بتكلم على تغييرات ليه النص تغير بس ده ده اللي انا بقصد فيه انا بص منهاجي واحد في الحوار الحوار عصمة الكتاب فبتكلم على التبدل والتغيير المعنى انا مش بتكلم على المعنى المعنى واحد المعنى مش واحد هو طبعا المعنى مش واحد بس ده مش موضوع موضوع هو التغيير تم ليه غير ليه حول الذي ظهر في الجسد الى الله ليه غيرتها ليه غير المفترض عمدهم باسم يسوع غيرتها ليه باسم الاب ابن راحة الكدس انا مش بتكلم على معاني المعاني ممكن نتكلم قول هيئة يسوع ممكن نتكلم عليها بعدين. انا مش بتكلم على هيئة يسوع. انا بتكلم على الناسخ. غيرتي ليه? هي عندك يا عم استراليا. بالله عليك حاول تفهمني. ايه اخوة اللي بتابعيني. حاول تريكم واحد. الوقتي انا عندي مخطوطة. مكتوب فيها العظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. تمام? او ما لن بترجمها عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. ده اسمه ايه? انا بس الكوا ده اسمه ايه? بالله عليكم ده اسمه ايه? حد يجاوبني. ده اسمه ايه? ده اللي انا عاوزه. ده اللي انا بقوله. هتقول لي المعنى. انا مش دعو بالمعنى. المعنى انا مش دعو به. اتفضل معك المايك. شفتي اطاير هذه المشكلة اذا تقرأ الكتاب المقدس العقلية والفكرة اه متخذة من اليهود. اليهود متشبصين في افكارهم وما بتحل حلوا عنها. خلص. اه بيفهموا الشغلة بطريقتهم بيصروا عليها انه خلص هذه هي الصحيح. حبيبي لما لما بتكون بالنسخة الاصلية مكتوبا عظيما هو السر التقوى الذي ظهر في الجسد. مين هو اللي ظهر في الجسد? مين هو الذي ظهر في الجسد? هل هو شيطان? هل هو آآ آآ ملاك? هل هو شو? شو اللي ظهر في الجسد? عزيزي طالما انا قارئ الى الكتاب المقدس وفسر الكتاب المقدس وترجم من الكتاب المقدس انا اعلم من الذي ظهر في الجسد. من خلال هذا الكلام اللي انا قرأته بالكتاب المقدس اعرف الذي ظهر في الجسد هو الله. فان كان انا مش ان يوصل لي المعنى. فهمت على كيف? كانسان قارئ بسيط يجب على 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 المترجم والناقل من ترجمة الى ترجمة يوضح لي المعنى. انا اعتبر بهذه الفقر بهذه النقطة ضعيف فيها لفهم الكتاب المقدس. هذا الناقل بالدحال والصلي المفهوم. فهمت على كيف? حل حضرت اكتول لي لا لا طالما هي موجودة الذي ظهر في الجسد بتظل هي الذي في الجسد. يا حبيبي طب انا ممكن اقرأها من هون لبعد عشر سنين ما افهم كلمة الذي ظهر في الجسد. ولكن عندما اقول عظيم ان هو سر في الجسد تلقائيا افهم ما المعنى. تبسيط لفهم المعاني بالكتاب المقدس. حاول تفهم النقطة هذه. انت بتقول لي لا لا هذا تغيير وتحريف وتبديل. يا حبيبي هذا ليس تحريف ولا تبديل. هذا تبسيط لمعنى ومفهوم الكتاب المقدس. فهمت كيف? يعني انا بقرأ الكتاب المقدس. مين هو الذي ظهر? عظيما هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. مين هو اللي ظهر بالجسد? انت حلها. حل ليها. مين هو لي ظهر بالجسد? في حدا بيقدر يظهر بالجسد غير الله? ما في حدا بيقدر يظهر بالجسد الا غير الله. الله قادر على كل شيء عزيزي. لذلك المبسط للكلام في الكتاب المقدس يجب ان يضع لك كلمة الله. حضرتك ما اخذها انها هي تحريف. واخذها لا لا لا. طالما هي الذي ضد الظلم الذي فهمتها ولا عمرك لا فهمتها بدت ظلمة المهية. اذا نجع كلامك وطريقتك عزيزي لا بالكتاب المقدس. لذلك عزيزي عندك انت صعوبة بفهم الكتب المقدسة او بالكلام المقدس. ما عندك ليش لانه خلص متشبس برأيك وما اخذ فكرة على انه خلص الكلام يجب ان يكون مثل ما هو. عندك عزيزي العبرية واليونانية القديمة. حتى اليونان نفسهم بيعجزوا على التكلم باللغة اليونانية القديمة. ليش? لانه معانيها صعبة جدا. فالمترجمين بيحاول يبسطوا الكلام ويمهدوا الكلام مشان حضر مشان يفهموها. هل اللي بيبسط المعنى الكلمة حرف? ما حرف عزيزي بس هو بيحاول بسط لك المعنى. حضرتك ما اخذ اذا نقلت انا الكلمة من هون الى هون تعتبرها تحريم. انا اعطتك مثال بسيط وتقول لك انا اعبد اللامحدود. اوكي? اللامحدود والله واحد. في فرق بين الله واللا محدود? ما في فرق. الله هو اللامحدود واللا محدود هو الله. فان كتبت برسالتي انا اعبد اللامحدود او كتبت برسالتي انا اعبد الله. شو الفرق? ما في فرق عزيزي. فهمت كيف? حضرتك خلص مصر على انه اذا اه بسطت المعنى اصبح هناك تغيير وتبديل. طيب الطير المايك معك و اه نصار اه صار يعني الكلام متكرر شوي. ومنكمل يعني في وقت اخر يعني. بس النانو شوي مرهق من التعب و من الشغل و هون بتعرف صار الساعة تقريبا واحدة صباحا عندي. ما معتش فيه بالبنزين خلص يعني. اسمع بدخلتك الاخيرة ونكمل اه فيما بعد. المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله. على فكرة اوستراليا انت تقريبا قلت اللي انا عاوز اقوله. هو لقاها الذي ظهر في الجسد فلقاها مش يعني مش ماشية. يعني ايه اللي ظهر في الجسد? فهو حط هنا فكره. هو في هم ايه? هو عاوز ايه? فحط الله ظهر في الجسد. بس ما هو ده اللي انا بقوله من ساعتها والله العظيم. انا بقول لك وبحطي فكره في ترجمت الناس. وحاطتك قلت الكلام ده فعلا. هو انت قلت ليه? هو شايف ايه? اه ملهاش معانا غير كده. هو شافها قراءة كده العظيم وسر التقوى اللي ظهر في الجسد. اللي ظهر في الجسد محدش هيفهمها. هيعمل ايه خلاص? انا افهمها بقى عشان افهمها الناس. خلاص عظيم وسر التقوى الله ظهر في الجسد. خلاص? بس وده اللي انا اعاوز اقوله بس. كنا احنا استريحنا. شفت احنا استريحنا ازاي? كنا استريحت. الناس شافها شاف الله ظهر في الجسد ما فيهاش معنى. المعنى مش واصل. المعنى مش واصل. المعنى مش واصل. فيعمل ايه? عاوز يفسر. خلاص. الله ظهر في الجسد. الله ظهر في الجسد. بس هو ده اللي بقوله. وهذا كتوقفقتين دلوقت فمدخلتك وخلاص وخلاص. طيب اه انا اشكرك للحوار الجميل ده. وان شاء الله هنتحور في موضوع تانية. منها النبوءات عن اه في العهد القديم عن يسوع. لحد اك عاوز تتكلم فيها. ان شاء الله نتتكلم فيها. اه ولاحظ حضرتك انا اه تحورت معاك ما في مرة نقطك. ما في مرة نقطك. انا حضرتك محترم. على الرغم من انا بكتب لك اكتر من سبعة ما بديش المايك. انت تجيب ديني سبعة واحدة بس بديك المايك. طيب ماشي. جزاك الله خيرا وجزا كل ربنا يهديك. اه 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 وجزا الاخوة خيرا اه اه وحوارك الرائح. طيب. ماشي استراليا. روحي انت بقى كده ايه كل? اه وردة مقبولة. تمام? في مسيح تاني? هل في مسيح في الغرفة? هل في مسيح في الغرفة? سلام. سلام. مع سلامة استراليا. مع السلام. هل في مسيح في الغرفة?